موسيقى نكمل المواضيع بتاعتنا اللي احنا بدأنا فيها وكنا اتكلمنا على عن البروجيكت مانجمينت واتكلمنا فيها عن دور المانجمينت وازاي بتبدأ تفاعل منظومة اقدارة المشروعات في موسيقى بتاعتك وايه الفرق بين كل مرحلة من المراحل اللي بتشتغل فيها في اقدارة المشروعات عشان تقدر تبني المنظومة بطريقة احترافية قلنا ان احنا الاول بنعد او بنعمل بريبريشن حاول ارجعلكم للسلايد بسرعة عشان نبقى بنعمل بريبريشن ل المنظومة او للتحضير ل المنظومة اللي هنعملها او المنهجية اللي هنشتغل بها وبعد كده بنعرف من ال بريبريشن دية الجاب اللي عندنا ونبدأ بعد كده نبني المنهج بتاعنا نبني نعمله development وبعد كده بنبدأ نعمله implementation وبعد كده نعمله automation كلمنا طبعا الكلام ده وشرحنا ايه اجزاء المثالي development بتاعتنا وانه في procedures في process flow في templates في key performance indicators وكلمنا على knowledge areas اللي انت محتاجها ومحتاج تعمل فيها development زي ما اتفقنا محتاج تعمل development الprocess بتاعتك وعرفنا ايه process وعرفنا ان الprocess منطبطة بما يسمى knowledge areas او العلوم وفهمنا ان احنا كل process من دول بنبدأ بنعمل لها development يعني ايه نعمل لها development يعني نعمل لها procedures process flow forms logs reports kpi يعني بنعمل risk procedures process flow ونعمل schedule بنعمل كل حاجة بنشتغل فيها في المشاريع بنعمل لها elements اللي قدامنا ده طيب النهاردة بقى هنبدأ نتكلم على how to plan your project how to plan your project الاول عايز اقولكو كده على قصة حصلت من كام سنة كده دايما بقولها مع احد الاشخاص وكان يعني للأسف طبعا project manager ومن الناس اللي ما كانتش مؤمنة شوية بالعلم بتاع management بالشكل بتاعه الحديث اللي حاجة بنشتغل بي ده القصة دي ايه اهميتها اهميتها انها تدينا driver زي ما احنا اتفقنا ان احنا محاجين drivers عشان نبدأ نطبق الكلام ده محتاج حاجة تزوقك محتاج حاجة تقولك لا ده الكلام ده مش تظهر ده الكلام ده فعلا مفيد فالقصة دي هتدينا حافظ للتطبيق الحاجة التانية للقصة اللي انا احكيها دلوقتي انها برضو تبقى للشباب الصغيرين تبقى وسيلة يقدر يستخدمها للargument لانت برضو هتقابل الكلام هتقابل الاشخاص دي هتقابلهم فلازم تكون عندك حجة واضحة وقوية للتعامل معهم ايه بقى القصة؟ ان هو الشخص بدأ يعني يقول ان البلاننج والشغل انا اركز على البلاننج البلاننج ده مضيع للوقت مش مفيد طيب ازاي نثبت ان الكلام ده غلط مش مجرد ان احنا نتخاني ولا احصح ولا احصح اتفقنا الرجل البروفيشنال عنده دايما حجة عنده دايما تفسيرات منطقية ووقعية وعملية طيب دلوقتي انا سألته سؤال قلت له طيب انت دلوقتي في نص مشروع وعايز اعرف المشروع ده وضع عامل ازاي؟ مهم ما اعرف ولا لا؟ يعني انت في نص مشروع هل انت محتاج تعرف المشروع ده الانجاز بتاعه نسبته قد ايه؟ محتاج تعرف المشروع ده صرف قد ايه؟ هل هو اوفر باجت ولا مش اوفر باجت؟ محتاج ولا لا؟ انت لو سألت بقى دي اي حد اي بروجيكت مانجر مؤمن مش مؤمن بالبلاننج فاهم مانجب انت مش فاهم اي حد بيشتغل في مجال البروجيكت؟ اقول لك لا طبعا ما فيش كلام انا محتاج اعرف في اي وقت المشروع وضعه عامل ازاي؟ طيب حلوة طيب باختصارش جدا ازاي هيقيس وضع المشروع؟ وانا ما عنديش المسطرة اللي هيقيس بيها؟ يعني انا بدوقتي انت متفق معايا ان احنا عشان نبني على حتة ارض محتاجين نقيسها ما فيش حد يقدر يختلف على كده طيب لو معايش مسترة معايش مترة معايش جهاز الليزر اللي هيقيس بيها هقيس ازاي؟ طيب اي علاقة ده بالموضوع؟ ما هو ده جماعة بقى؟ ما هو البلان هو اللي بيخلق لي المسطرة عشان كده حطيت رسمة المسطرة هاي؟ انتفكرك بالموضوع البلان هو المسطرة اللي هيقيس بيها الشغل بتاعي ما اقول لك انا تلاتين في المية على اساس ايه؟ لما تبقى اشاربعين ولم تبقى اش ستين ولم تبقى اش عشرين عشان فيه مسترة هنقيس عليها فايزا اول حاجة لازم تعرفها وتقنع بها اي حد في قيمة البلاننج البلاننج هو المسطرة اللي احنا هنقيس بيها وده بيسموه بقى بلغة المانجمنت البيزلاين البيزلاين هو المسطرة طيب انا بعمل مصاطر للمشروع بتاعي طبعا بعمل مصاطر بعمل مصاطر بعمل مصطرة بيزلاين للسكوب لقيس الاسكوب اللي انا اشتغل عليه بعمل مصطرة للسكاجول اللي هي البرنامج الزامن لقيس عليه بعمل مصطرة للتكاليف اسمها الكوست بيزلاين تمام؟ فاذا عندي بيزلاين عندي مصطرة دايما بقيس بيها البلان بتاعها طيب بعد ما طبعا قلت له كده ما قدرش يتكلم بقولك انت بتكلم بطريقة منطقية غير لما بتقعد تجدل وخلاص والناس بتقعد تجدل مع بعضها للصبح لكن انت بتروح قافل الموضوع بطريقة التعامل مع المواضيع الاحترافية بالشكل ده طيب راح هو جي بعد كده قال لي طيب يبقى المشكلة ان احنا المصطرة دايما اللي بنقيس بيها بايزة عشان كده انا مش مقتنع بالموضوع قلت له دي بقى انا ممكن اتطفق معاك فيها وده للأسف هو اللي حاصل في الماركت اللي حاصل في الماركت طبعا بنسبة طبعا يعني مش كل الناس لكن اللي حاصل في الماركت بنسبة ان الناس ما عندهاش مصطرة مظبوطة مصطرة بايزة مصطرة بتطلع نتائج خطأ وبالتالي اللي احنا عايزين نبدأ ناخد بايزكس مع بعض فيه المرة دي يمكن والمرة الجاية هو ازاي نبني مصطرة مظبوطة ازاي نبني بايز لاينز مظبوطة عشان لما اجايز بيها محدش يتحجج بيقول الكلام ده كلام فاضي لا ده كلام مهم جدا بس فعلا احنا محتاجين نبنيه صح تمام طيب هنبدأ بقى بي احنا كده خدنا دفع حلوة كده الموضوع البلانيك الحاجة التانية ان موضوع البلانيك ده موضوع التخطيط بيبدأ يمينيمايز المخاطر اللي انت ممكن تقابلها في المستقبل يقدر في البلانيك تمنيميز a lot of risks وبالتالي لما تمنيميز المخاطر تبدأ تفرق معك في الprofit تبدأ معك في الربوتيشن بتاعتك تبدأ تفرق معك في ادارتك في ادارتك لي المشروع البلانيك كمان وحط لك بس النقطة الرئيسية البلانيك كمان بيديك الرؤية المستقبلية لمشروعك وده طبعا مهم جدا انا عايز اشوف مستقبل مشروع يعمل ازاي لان لو انت شفت مستقبل مشروعك هتبدأ تحسن في النتائج بتاعتك بدل ما تتفاجئ كان فيه مقالة كده قريتها زمان يعني دايما زي ما كلمتوك في المحاضرة الاولى عن صفات 7 habits للناس الاشهر فيه برضو كان حد لكاتب مقالة لصفات اسوأ اكتر خمس صفات للمدير الفاشل كل الناس بتكلم عن المديرين النكحيين والناس النكحة كان فيه مقالة مكتوبة عن المدير الفاشل فكان كاتب المقالة عامل دراسة جميلة جدا بيقول ايه بيقول من اكتر الصفات اللي عايز تكتشف بها مدير فاشل بص بقى الحتة الجاية دي عشان خلي بالك منها ان هو دايما بيتفاجئ دايما بيتفاجئ يعني ايه دايما بيتفاجئ يعني دايما يقول لي ينهى ربيد احنا انسينا نعمل ينهى ربيد ده احنا مخلصناش الريبورد ينهى ربيد حنا داخلين ميتنج ومخلصناش مش عارفة ينهى ربيد ده اللي بيقعد يقول انهى ربيد ده باي طبعا طريقة باي لغة ده تعرف انهو مدير فاشل اللي لازم نتخض لك المدير الناجح غالباً وده يا جماعة طبعاً أنا بقول لكم طبعاً تصديق للكلام ده لأن الواحد يعني أكتر من 20 سنة شغال في المجال فبيبقى عارف الكلام الصح والكلام الغلط بقى لأنه شافه شافه معني يعني فأنا أقدر أصدع لك على الكلام ده جداً فعلاً الناس البروفيشنال غالباً ما بتتفاجئش طب ليه عشان هم يعني لا عشان هم بيعملوا جود بلانيج بيقدروا يخططوا فبيتفاجئش عارف بيحصل مشاكل بيحصل مشاكل معه لكن المشاكل ده بيبقى هو عمل لها توقعات تنبؤات فما بيتفاجئش بيها لما بتحصل وبالتالي ده برضو حاجة مهمة جداً من مزايا والباورفول بتاعة البرانيج تمام نخش بقى في الموضوع تعالوا بقى نخش في موضوع البرانيج واحنا هنبدأ بالسكوب بلان فور بروجيك سكوب اول حاجة بابدأ اخطط لها في اي مشروع ان انا هخطط لي مكونات المشروع لاجزاء المشروع وزي ما انا عاودتوكوه او زي ما انا معاود الناس ان انا ما باشرحش بطرقات تقديم مش بقعودة ولا كتاب الكذا مكتوب فيك لا احنا عايزين يعني نفي لبزات الشباب الزغارين نفي للموضوع يا جماعة عايزك تحس بالموضوع تبدأ تجري خطوات بالفهم ليه الموضوع اللي احنا عايزين نشرحها داي يعني ايه هو السكوب السكوب ده هو حجر الزاوية حجر الزاوية لأي مشروع السكوب ده من غيره انت هتقع في مشاكل كبيرة جدا في مشروع طيب عشان تفهم المشروع بتاعك بتبدأ بتكوين السكوب طيب المشروع فيه جهات كتيرة زي ما احنا اتفقنا عن كلمة stakeholders فيه معنيين كتير involved فيه دلوقتي انا المشروع بتاعي ليه صاحب لكلينت لأونر الونر ده هو اللي هيبدأ يتحرك في plan for project scope and develop project scope حلو طيب ازاي هربني السكوب عشان تفهم الموضوع اقول لك مثال ضريف جدا اكيد معظم الناس اللي بيسمعوني دلوقتي اكيد جي في دماغ وافكار كتيرة جدا يعمل اللي مثلا انفكر يعمل game على الكمبيوتر اللي فكر فكرة مثلا application على الموبايل اللي فكر يعمل web site مش عارف يبيع فيه ايه واكس افكار كلها طيب انت هتجيب في الاخر حد يعملك الموضوع ده مش كلنا programmers ومش كلنا فهتجيب حد يعملك application على الموبايل طمام هتقول له ايه عشان بس تفهم يعني ايه scope انا بصك فهم مالك دي يعني هتجيب الراجل اللي هو انت فكرت في لعبة game على الموبايل وعايز تبدأ تعملها فانت طبعا مش programmer فجيبت شركة برمجة هتقول لهم ايه تقول لي انا عايز اعمل game روح يعمل لي game مش عاك اسمها كده هتقول له انا عايز اعمل game مش عارف لعبة مثلا football على مش مانفعش مال ايه لازم تبدأ تقول للراجل انت عايز ايه بالظبط هو ده بقى جماعة scope هو ده scope فعلى قد ما انت هتعرف تكتب scope وتكتب انت عايز ايه على قد ما هتنجح الراجل ده في ان هو يديك اللي انت عايزه وانت هتنجح في ان انت تاخد اللي انت عايزه وعلى قد ما هتفشل في ده على قد ما هتفشل في اللي انت عايزه وعلى قد ما هيفشل الراجل اللي جاي يعمل لك الشجلان تمام؟ فهو ده أهمية البروجيكت سكوب ابدأ بقى طبق الكلام ده على أي حاجة انت جاي بسباك ما ترميش السباك وتمشي لأ قعد اكتب كده انت عايز يم السباك اللي هو هيجي يصلح لك مش عارب ايه ده السكوب بتاعه انت عايز واحد يعمل لك ويبسايت عايز يم الراجل ده وهكذا عايز تبني بيت عايز تشطى بشقتك عايز تعمل كبري فإذا الاسكوب ده هو الأساس زي ما انتفقنا لازم يكتب كويس حلو؟ فإذا ده هو يعني ايه ازاي تخطط الاسكوب طيب ازاي بقى بنخطط الاسكوب بنمر بمجموعة من المراحل بنمر بمجموعة من المراحل اللي بنسميها زي ما اتفقنا المراحل اللي فاتت البروزس العملية او البروزسيز العمليات العمليات دي اللي احنا من خلالها هنبدأ نوصل لأهداف بتاعتنا واللي كل عملية منهم محتاجة زي ما اتفقنا لمجموعة الاليمنس اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده طيب ايه هي الـ ايه هي المحل اللي اتفقنا انا عشان اكتب السكوب بتاعي عشان اكتب الـ اتفقنا انا عايزة خلى الرجل تعمله لي عشان اكتب الـ بزيب تقدل السكوب بتاع الجيم بتاع الويب سايت بتاع العمارة اللي هبنيها بتاع التاور بتاع الوكس محتاج محتاج أعمل حاجة اسمها collect requirements بحدي يقول لك إده وأنا بكتب سكوب إيه أنا رجل مقاول بيجيلي من ناس دي يقول لي ليعمل كذا وأنا بعمل أيوة حلوة الحتة دي أنا بقول لك أسئلة تسألتها بل كده بقى في الكورسات فأنا يعني مفيش interaction معاك أوي فهقول لكم الأسئلة اللي كان بسئلها وحاول أجواب عليها ما أنت خلي بقى لك يا جماعة في project management environment لازم تلعب كل الأدوار عشان تفهم إيه اللي بيحصل لأن انت ممكن ممكن في يوم الأيام تكون بتلعب دور من الأدوار دي يعني إيه يعني ماشي يمكن انت لو مقاول يمكن فعلا ما تبقاش مهتمة أو بكتابة السكوب في معظم الأحيان لأن الكلينت هو اللي كتب السكوب أو الكلينت جاب استشاري يكتب له السكوب لكن أنا بشرح علم العلم ده انت ممكن تكون project manager تشتغل النهاردة عند مقاول بكرة تشتغل عند الشاري بكرة تشتغل عند client فلازم تكون عارف الأدوار كلها إيه اللي بيحصل فيها وبالتالي انت ك project manager لازم تكون عارف إزاي هتبني السكوب فالراجل بقى اللي بيبني السكوب ده هيعمليه عشان يبني السكوب وخلي بالك السكوب ده هيبقى جزء في العقد يعني اللي عايز يعرف شكل السكوب ده في الآخر بيبقى عامل إزاي يروح الشركة بتاعته ويفتح أي عقد أي عقد لأن قوام أي عقد في الدنيا أساسه هو السكوب أي الاتنين بيتبقوا على حاجة بيبقى أساس القوام بتاع العقد ده what is the scope of work وبالتالي أي تعاقد ممكن تلاقي فيه موضوع السكوب ده طيب إزاي بقى بيتبني ما هو السكوب الكتب في العقد ده ما تكتبش بعصاية سحرية لا حد يكتبه فممكن تكون انت فيه مقام اللي بتكتب السكوب فهتكتبه إزاي تعال نشوف أول خطوة بنعمل حاجة اسمها collect requirements يعني إيه collect requirements يعني ببدأ ببدأ أشوف الناس محتاجة إيه ما تقعدش تديب ورقة وقلم كده واخبط يلا بقى نكتب إحنا محتاجين كذا وكذا لا لا ده الشغل professional ما بينفعش كده ما لقيه أول حاجة بتعملها إن انت بتبدأ تعرف إيه المطلوب عشان تقدر تبني السكوب طيب بتcollect requirements ده منين بتcollect requirements ديت من كل الستيكولدرز اللي تقابلهم يعني كل الستيكولدرز اللي حواليك بتقدر تجمع منهم requirements بس أهم استيكولدر في الحالة ديت مش in general يعني بس بالحالة ديت في حالة collect requirements هو اللي بنسميه customer أو ال end user اللي هو المستخدم اللي يستخدم الحاجة دي في الآخر يعني انت لو تعمل لعبة أو game شوف الولاد اللي هلعبوا باللعبة ديت وجيبهم وقولهم لو أنا بعمل لعبة football على الموبايل إيه اللي هيشدك فيها؟ يقول لي آه صدق لو فيها مش عارف كذا يبقى جميلة جداً لو أقدر مش عارف أخلي اللعيب مش عارف التشكل بيبقى زي الواكس إذاً بتبدأ تجمع من ال end users تمام؟ عايز تعمل مثلاً ليوصل الأكل للناس في البيوت أو يجيب فبتبدأ تسأل الناس اللي في البيوت يا جماعة لو انتو عندوكوا application على الموبايل للتوصيل ال L أكيد طبعاً فيه حاجات زي كده بس أنا بقول يعني مثلاً لو مش موجودة فالapplication ده ممكن يكون فيه أو ال applications اللي موجودة أنا عايز أعمل واحد ينافس ليهم إيه اللي مش موجود في ال applications اللي موجودة عشان أقدر أحطولكو وهكاسم فده اسمه collect requirements تمام؟ زي مثلاً اما واحد يقول لك أنا عايز عربية يعني أنا حطت هنا الصور أربع صور لأربع عربيات مختلفة كل دول اسمهم عربية دي سيارة دي سيارة دي سيارة دي سيارة دي سيارة لكن إيه اللي يخليني أروح أشتري لك واحدة منهم بس وما أجيب لكش البقين requirements بتاعتك هو أنت عايز سيارة تروح تشتري بيها صدية ولا عايز سيارة تخش بيها formula 1 ولا عايز سيارة تطلع بيها off-road وصحرة وكلام مين ده ولا عايز سيارة antique تحطها في المعرض بتاعك كده على حسب فإذاً requirements بتاعتك هي اللي هتحدد لي أي نوع من أنواع العربيات دي هيبقى مناسب أجيبولك فإذاً هي دي مرحلة collect requirements ومرحلة collect requirements دي ليها طبعا process flow وليها templates وليها forms بتتملأ وليها techniques بتستخدم وليها KPIs مش إحنا خققها تنسى عشان بس أنا مش عايز إيه الناس اللي إيه يعني ما تحسش المواضيع ملغاش علاقة ببعط كل process من يا جماعة هندرسها أو هنتكلم عليها ليها كل الحاجات دي لازم تتعامل لكن طبعا زي ما اتفقنا الكورس يعني المحاضرات بتوعنا لأربع محاضرات مستحيل طبعا نغطي كل الكلام ده بالتفصيل بس أنت يعني أنا ببني عمعك البازيس أو البازيكس بتاع الموضوع وإن شاء الله تبقى خطوة للانطلاق بعد كده سواء إحنا عملنا محاضرات تانية أو إنت حاولت تقرأ أو تسمع حاجات تانية فكل process عندنا لها الكلام ده كله يعني مثلا collect requirements هيبقى لها procedures collect requirements هيبقى لها process flow collect requirements هيبقى لها forms تملة فيها هيبقى لها logs هيبقى لها تقارير بتطلع منها هيبقى لها key performance indicators عشان تقول المرحلة دي تتم تولق جوة procedures محتاج tools and techniques هتستخدمها تمام؟ على سبيل المثال وإنت بتعمل collect requirements هتعمل collect requirements ازاي؟ لازم تحط بال procedures بتاعتك التكنيكس اللي انت هتستخدمها في عمل collect requirements زي مثلا ان انا هعمل meetings مثلا وده الاجتماعات دي طريقة لتجميع ال data هعمل survey هعمل questionnaire هعمل brainstorming sessions وكذا فكل دي طرق هتستخدم في تجميع المعلومات يبقى ده احد ال processes اللي احنا هنشتغل فيها طيب بعد كده بقى بابدأ امسك المعلومات اللي خدتها دي وابدأ اعمل process تانية اسمها define scope process define scope process define scope process دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن المرحلة اللي انت هتبدأ تكتب فيها scope بتاعك تكتبه بقى اللهم قال احنا كنا بنعمل ايه؟ لا احنا هنا كنا بنجمع بس نجمع معلومات طبعا برضو بكتبها المعلومات اللي انا بجمعها دي بكتبها لكن define scope هي الكتابة اللي حصلت في التجميع دي بتبقى مش professional مش الحاجات اللي انا عايز احطها في العقد بتاعي وما لا ايه؟ لازم ابدأ اعمل لها define scope وابدأ اكتبها عشان تتحول ل professional deliverables تمام؟ فمهمة اوي مرحلة define scope process بتاعك يعني عشان بس ان نوضح الفرق من الاثنين يعشان بس يا حد اتغبط انا لما اجي عمل collect requirements افترض ان مثلا واحد بيقول لي ايه? انا عايز اعمل تصميم للشقة بتاعتي اقول له جميل قوي يقول لي بس انا عايز اعمل الصالة بتاعتي تكون ما فيهاش اي عمدان في النص والكامير والكلام ده اقول له جميل قوي ده كده collect requirements لكن هل اما انت بتيجي تكتب عقب نعم قوي تقول له اعمل لي بيت الصالة ما فيهاش عمدان تقول له ايه تقول له انا عايز مثلا flat slab الناس اللي بقى السيفل والمعماريين اقول انا عايز اعمل flat slab او هوردي او واتبا اللي مسمى عايز اعمل flat slab system فانا عايز ابني المنشأ بتاعي لسكيلتون الخرصاني flat slab هي دي بقى define scope ان احنا حطينا requirements بطريقة علمية عشان تبدأ تتنفذ في المستقبل احيانا وانا بعمل define scope ببقى عايز اوصل ليه scope والquality بتوعي لكن الوصول ليهم ممكن يكون بكزا طريقة وبكزا اسلوب وده اللي بنسميها alternatives فممكن اعمل حاجة بنسميها value engineering او بيسموها value engineering والvalue engineering دي اكيد طبعا بعضوكم سمعتوا انا اللي هي الهندسة القايمية اللي هي بتبدأ ايه بتبدأ تفكر على سبيل المثال يعني تفكر ازاي تغير الديزاين بحيث ان انا اماكسيمايز الفاليو وديك النتيجة اللي انت عايزها في الآخر ده كده اسمه value engineering يعني انا هطلع لك المبنى اللي انت عايزه بنفس الاسكوب اللي انت عايزه بنفس الجودة اللي انت عايزها لكن ممكن يكون مثلا اقل تكلفة خلي بالك value engineering بس بتلعب على التكلفة لا بتلعب كمان على optimization يعني ممكن المبنى يكون مثلا موفر للطاقة مثلا اللي هو بيسموها green buildings ممكن اعمل لك مبنى المبنى ده يديك النتائج اللي انت عايزها واحسن كمان هيبدأ يوفر لك الطاقة ان انا ابدأ استغل الشمس طاقة الشمس مثلا ان هي تتنور البيت فتبدأ توفر وهكذا ده كله بيسموه value engineering في حاجة بيسموها value analysis دي بتحصل غالبا بعد مرحلة الديزاين وبيبدأ غالبا المقاول يبدأ يشوف او يحلل الشغل ويبدأ يعمل recommendation ليه برضو maximize value اللي بتطلع ممكن يكون value analysis ديت بتتعامل مثلا في طريقة التنفيذ فيبدأ يخلص المشروع اسرع وده كده اسموه value analysis في بعد كده حاجة بيسموها constructability study الconstructability study دي بتحصل برضو في مرحلة الconstruction ودي بتفوكس ودي بتفوكس efficient and effectiveness of the construction techniques we are using دي بيسموها الconstructability study يعني مثلا لو انت عندك مشروع قائم والمشروع دوت هيبدأ محتاج شوية تفكير في التعامل معاه يعني لو تفتكروا العمارة اللي كانت في اسكندرية وكانت ميلة دي دي كانت مفروض يتعمل لها constructability study يعني الناس تبدأ تدرس هيتعاملوا مع هدم العمارة ازاي وإلا ممكن تبقى فيه مشكلة كبيرة جدا تضر بالارواح فمحتاج constructability study عشان تشوفها تبدأ تكسر ازاي ومنين وتخش ازاي عندك مشروع زحمة قوي وفيه مثلا كرينز كتيرة فعايز تبدأ تشوفها تعمل maneuvering ازاي ده كله بنسميه constructability study فكل الكلام ده لازم اخذه في اعتباري وأنا بعمل scope management بتاعي وأنا بكتب scope بتاع المشروع وإلا هتبقى راجل مش فاهم management وبتعمل حاجة فعلا بعد كده في التنفيذ تقابل مشاكل كبيرة جدا ويبقى الكلام فعلا بتاع الناس اللي يقولك planning ده ملوش لازمة ملوش لازمة لأ planning عشان يبقى لي لازمة لازم الكلام ده يبدأ يتعامل ولازم يتاخد في الاعتبار كيف احنا عندنا value engineering وعندنا value analysis وعندنا constructability study يعني فيها فيها مثلها جماعة كتير جدا المواضيع ديت انا عرف مشروع كان في 2018 المقاول وفر حوالي 300 ألف أه 300 أه لا سوري 300 مليون لأن المشروع كان بمليار و700 مليون وفر 300 مليون خال الرقم بسبب موضوع value analysis يعني ممكن يبقى نتكلم عشان ما تضعت شوقت بس فيه فعلا ما بتيجي تفكر في optimization ممكن توفر أرقام مخيفة طيب نيجي بعد كده نخش في تفصيلة البروجيكت scope statement اللي بتطلع من مرحلة define scope يعني أنا ما عاجي أعمل scope statement بكتب إيه مفروض أكتب البروجيكت scope description بتاعتي يعني scope بتاعي اللي هيطلع ده مفروض أوصفه ده يبقى المنتج بتاعي المخرج بتاعي لو أنا محتاج أعمل منتج يبقى محتاج له acceptance criteria أنا إيه اللي خلييني أقبل المنتج ده وما أقبلوش لازم تكتف ال scope عشان الراجل ما يعودش يقولك يا عم هو ده اللي أنت كنت تطالبه لا ده أنا لازم أحط ال acceptance criteria بتاعتي أحط المين deliverables بعد شوية أشرح لك عن إيه deliverables معنى كويس مهمة أو تحط ال project exclusions إيه ال project exclusions ده يا جماعة project exclusions يعني اللي أنا مش هعمله واحد يقولك يا عم إيه ده يا عم أنا عايز أكتب اللي أنا هعمله ده أنا لو كتابت اللي أنا هعقوله ده أنا زي الفول لإيه بقى اللي أنا مش هعمله ده اكتبه ليه لا ده بقى يا جماعة طلع مهم جدا جدا وعمل مشاكل كتير جدا في بعض المشاريع exclusions يعني إيه يعني أنا مش هعمل إيه كان فيه مشروع كان مشروع بيتعامل software system لأحد الشركات فبعد ما الشخص أو الشركة بتاعت software دي عملت software وسلمته الشركة قلت لها لأ إحنا إنت لسه ما خلصتيش قالوله إحنا فضلنا إيه قالوله إحنا عدين بقى نتعلم إزاي نشغل system ده system جديد قالوا لا إحنا ما اتفقناش في العقد أو ما فيش في العقد حاجة تقول إن إحنا نقول لكم أو ندربكم ده منطقي كده وبديهي إن إنت بتعمل system أو بتعمل software جديد إن إنت تعلمني هشتغل إزاي وإنه ترميل system وإنه عارف إنت عملت إيه ولا ودخلوا في جدال والموضوع راح المحكمة وقضية كانت مشهورة بدون الدخول في نتيجة القضية يعني لكن إنت دايما وإنت بتعمل deliverables بتاعتك دايما حط exclusions طبعا مش كل exclusions اللي في الدنيا حط exclusions اللي ممكن تبان بديهيا إن هي ممكن تدفع من فوق البيع يعني لا يعني خلي بالك أنا أعمل لك كذا ومش أعمل لك كذا أنا بعمل لك خلي بالك البيت بشطب لك شاقتك بس ما بعمل لك الفرش أنا بشطب لك شاقتك بس نبركب لك شي lightings lighting fixtures مثلا فإذا خليش اللي قدامك يظن أو لو اللي قدامك هيظن إن الحاجة دي included حاول توضح لا دي excluded من scope فأحيانا project exclusions بتبقى مهمة جدا إن بتكتب scope project boundaries الحدود اللي أنت هتشتغل فيها constraints and assumptions مهمة جدا برضو يا جماعة أي planning في الدنيا دايما بقول للناس إيه بقول للناس أنت دلوقتي لما بتدي أحسن ميت واحد في العالم يعمله plan يعمله تسعير ما هو تسعير جزء من planning إن أنت تسعر مشروع مثلا أديك مثال التسعير ده عشان هو هيديني المعنى اللي أنا عايز أوصله بسرعة أوديت ميت واحد في العالم يعملو لك التسعير لمشروع أحسن ميت واحد في العالم يعملو التسعير لمشروع السؤال هل الميت واحد هيجيبولي نفس التسعير أكيد لا اللي جاء بقى كلكم هتقولو أكيد لا طب ما صح طب ليه ده كلهم professional ده كلهم معلمين ده كلهم لأن لأن طول ما أنا بعمل planning أنا واقع ما بين الفكين بتوع constraints والassumptions فإيه هم ما بقى constraints والassumptions ديت نبدأ بالassumptions عشان سهلة الassumptions هي إن أنا بقى سيوم دايما وأنا بعمل planning بقى سيوم بفترض بفترض إن أنا هشتري من عند فلان فلان ومش هشتري عند الشخص التاني بفترض إن أنا هشتغل في المشروع ده بالشكل الكده في قضية معي دلوقت شغال في أحد الدول العربية الراجل كان عامل يدرس العقد افترض إن اللي داون أريا اللي هيدهاله عشان المشروع يبقى جنب المشروع هو افترض كده مع نفسه وبالتالي عمل كل الحسابات على اللي داون أريا اللي يخزن فيها نتائج الردم والبيبلاينز والحاجات بتاعته جنب المشروع فرضية اكتشف بعد كده إن اللي داون أريا بعيدة عشرين كيلو عن المشروع برضو مش هنخش توقتي في الموضوع القضايا والكليمز لنما يجي وقتها فإذا كل البلاينز بتاعتك بتغير على حسب أنت هتفترض إيه وبالتالي لازم تعرف إن دا خطيرة جيد تحطها كمعير عندك تحطها كمعير عندك فدي مهمة أوس مع حتى دايما بقول الناس إيه بقول رس أنا بزود على كلمة assumptions the art of assumptions فن التخمين شوف art إيه دا art إيه أيوة لأن أنت وإنت بتأسيوم يا جماعة في البلاين لازم يكون عندك فن لازم يكون عندك احترافية يعني لو أنا بأسيوم مثلا واحد مش حاططلي هو عايز يركب أرضيات طحة إيه تمام فلازم تبقى عندك حس أنت مفروض تركب ماشي هو الرجل في الآخر أنت هتبدأ تدور عليه وتسأله لكن عبار ما تسأله أو ببعض اللحن يبقاش متاح أن أنت تسأل ولازم تعمل assumptions تبقى عندك حس طب الأرضيات دا تبقى عاملة إزاي هل بتعمل فندق خمس لجوم ولا affordable housing بتعمل بيت شعبي ولا بتعمل أصر ولا بتعمل كل حاجة من دول هيبقى ليه assumptions غير التانية فده اللي بسميها art of assumptions تمام يعني في البلاد السقعة مثلا ما بيعملو السراميك في الأرضيات طب ليه لأن الدنيا سقعة الأرضيات السراميك دي مش هتبقى مناسبة خالص فما تجيش انت هنا وتروح عامل لهم أرضيات سراميك أو روخهم مش هتبقى مناسبة فإذن ده اسمه assumptions إيه بقى هي الكنيسترينز الكنيسترينز بقى هي القيود القيود أنا برضو وأنا بعمل تخطيط لازم يبقى عندي حدود للقيود اللي أنا هشتغل في وسطيها قيود للحاجات اللي أنا هشتغل عليها دي اللي بنسميها إيه اللي بنسميها الكنيسترينز القيود هتديك مثال مثلا لما أقول لك مثلا إيه إن إنت لازم تخلص الاسكوب ده أو مثلا خلينا نقول مثال أسر إن إنت أي ماتيريا التي تشتريها ما تجيب ليش ماتيريا المصين الماتيريا التي تجيبها من الاتحاد الأوروبي مثلا يبقى ده قيد ما تفترض أن أن تجيب لها خلاص هو قيد عليك هو الرجل متفق معاك إن إنت ما تجيب حجم الصين أو تجيب الماتيريا من لتحاد الأوروبي إيه إيه حطيت الكني اللي هتبدأ تشتغل عليها والأسامشن اللي هتبدأ تشتغل عليها الورجنزيشن الريسك طبعا هنا بتحط المعايير الرئيسية للريسك المايل ستونز الفند ليميتيشن التسعير الابروف ركورمانس فإذاً وإنت بتحط السكوب بتاعك إنت عنيك على كل حاجة وهي دي بقى اللي فعلا بتورينا إزاي فعلا الناس البروفيشنل بيكتبوا السكوب وبيطلع في الآخر السكوب مخترم فعلا بيطلع نتائج كويسة أنا هنا حطت مثال صغير أوي طبعا مثال ل اللي بتطلع من مشروع يعني مثلا هنا بيقول لك إيه واحد بقى بيكتب السكوب في العقل فبيقول لك full installation of owners of the owner and manufactured home with a certificate of occupancy from the country of San Diego فإذاً الراجل هنا بيحط بقى خلاصة المرحلتين اللي فاتوا إنه collect requirements وdefine السكوب وبدا اكتب السكوب عشان هي بقى موجود في العقل قال لك أنا عايز أعمل إيه في المشروع بتاع عايز عمل of occupancy فبدأ يحط تفاصيل للجراج بتاعه وهتعمل إيه فيه قال لك installation of the road driveway and parking area as specified in the plans complete landscaping of the property as specified in the plans فبدأ يحط لك إيه حد يحط لك السكوب بتاعه في الآخر فهوضى المنتج اللي إيه اللي تطلع به في الآخر فنصيحة يا جماعة تعود عليها في الليبل الصغير دائما بقول لك الليبل زغير أنت عايز تعمل website متعودش تجيب واحد قول لك ابدأ اكتب انت عايز تعملي في website عايز تعمل application ابدأ اكتب انت عايز تطلع بإيه application لازم تعرف تتعلم تكتب الخاص بتاعك عشان تبدأ تطور الموضوع عندك طيب حاجة مهمة جدا 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 والواحد مع الزمن اكتشف قيمتها اسمها الwork breakdown structure الwork breakdown structure الwork breakdown structure ده جماعة زي PMI اللي هو project management institute بيقول لك ده مهم جدا في شغل المانجمن يعني بيقول لك مفيش project manager من وجهة نظرهم يعني يعرف يكمل في الproject management من غير ما يعمل work breakdown structure وبالتالي لازم نعرف يعني ايه work breakdown structure work breakdown structure it's a hierarchy للمشروع بيبدأ يكسر المشروع في صورة hierarchy يجمع فيه كل elements بتاعة المشروع طيب ازاي بيتبني الhierarchy ده ازاي بيتبني الwork breakdown structure انا جدت على طول مثال لأحد الwork breakdown structure انت ما تجي تفكر دايما في الscope دايما قعد تفكر فيه بطريقة الwork breakdown structure تاني انت عايز تعمل game عايز تعمل application عايز تعمل عمارة عايز تعمل cobre واتفر قعد تفكر فيها طريقة الwork break structure ليه طريقة سهلة ما بتكتبش كتير زي طريقة define scope وبتلاقي نفسك حصرت الموضوع بشكل very smart very smart طيب تعالوا نشوف بنبني ازاي الwork breakdown structure اول حاجة بتعملها انت بتكتب المشروع كده في مربع زي مثلا ده tower project مشروع برج سكني حلو ببدأ اعمل حاجة اسمها decomposition ببدأ اعمل تكسير تحليل للمشروع ايه فايدة التحليل ده ما انت لما بتكسر الحاجة بتعرف تنظمها كويس يعني فاكرين طبعا في قصة مشهورة كده اكيد سمعتها تقولك ان كان فيه دكتور في الجامعة جاب حجر كبير جدا وجاب علبة او جردل وقال للطلب يا جماعة مين يقدر يدخلي الحجر الكبير ده جوه الجردل كتير من الطلبة بدأوا يمسكوا الحجر وليدفوه يمين وليدفوه شمال ويدخلوه في الجردل مش عايز يخش طبعا الطلبة يا جماعة مش هينفع الحجر ده يخش بالجرد يقول لهم لاقي انت عايي يخش لغاية ما جي طالب زكي راح ماسك الحجر ده وراح تداش في الارض مفتته مية حتة وبدأ يرس القطعة الصغيرة فدخلت جوه الجرد هي نفس الفكرة كده افتكروا في قصة الدكتور والحجر داية هتفتكروا فكرة الWBS WBS بقى برضو المشروع كده ملكع في دماغك كسره روح ماسك الحجر ودبه في الارض كسر مية حتة ابدأ بقى رتبه فبيترتب بقى بطريقة علمية ازاي تبدأ البروجيكت Life Cycle والبروجيكت Management Life Cycle صراحة شرحت لكم ساعتها البروجيكت Management Life Cycle وطالكم اللي هي باختصار كده زي دمينج Cycle اللي هو Plan Do Check Act او Initiation Planning Execution Control and Close Out دي هي البروجيكت Management Life Cycle اما بقى البروجيكت البروجيكت Life Cycle هي المراحل اللي هيمر بقى المشروع نفسه اللي هي كل مشروع اللي هي مراحله المختلف عن التاني كل بيزنس اللي هي مراحله فمثلا مشروع الطاور ده بيمر بمرحلتين على سبيل المثال ديزاين فيز وكونستراكشن فيز فهينا هتحلل المشروع بتاعك لتو فيز ديزاين فيز وكونستراكشن فيز واحد عنده مشروع تاني ليه مراحل مختلفة اكتبها ايه مصحة وغلط تحط المراحل بتاعتك زي ما هي هتتنفذ عندك في مشروع وبعدين تبدأ تمسك كل مرحلة من دول وتبدأ تمسك الحجر الكبير والدشه تاني لأجزاء أصغر منه تعمل another decomposition تقولي والدزاين ده بنعمل في ايه بنعمل في conceptual design بنعمل في detail design بنعمل في workshop drawing او shop drawings وبنعمل في as built drawings وبعدين تبدأ تمسك تاني كل واحدة من دول وتكسرها تاني لأجزاء طب انا مطلوب اني مني ايه في detail design محتاج مني architectural design civil design electromechanical design landscape design طب جوة civil انا جوة civil محتاج ايه محتاج كذا واكذا فإذا دي فكرة work breakdown structure طريقة سحرية تبدأ تجمع بيها scope بتاعك في شكل منظم وشكل سهل وتقدر تخاطب بيها other stakeholders وتخاطب بيها المقاوي اللي انت هتكيب تشغاله او الاستشاري اللي انت هتبدأ تطلب منه الشغل قوة ever بطريقة بسيطة جدا وهي سهلة جدا يبقى دا فكرة work breakdown structure طيب عايزك تعرف كم معلومة كده عن work breakdown structure work breakdown structure زي ما قلنا هو الهيراركي اللي بيجمع scope of work بتاعك في لوحة او صورة او شكل من الاشكال عناصره ايه هي عناصره عناصره هي المشروع المشروع عنصر من عناصر work breakdown structure phases والsub phases والsub projects كل ديه تعتبر عنصر من عناصر work breakdown structure deliverables والwork packages طيب ايه هي الفرق من كلمة deliverable وفرق من كلمة work package ال deliverable طبعا دا بتعريف project management institute لان بعض الكتب التانية اعرفوا deliverable بشكل مختلف شوائع بس وجهة نظر البنبوك guide ان ال deliverable هي جزء من اجزاء المشروع بياد value للمنتج النهائي او للend user يعني مثلا لو انت بتعمل compound وخلصت فيلا من الفيلا الفيلا دي تعتبر deliverable معين المشروع لسه مخلص لكن فيه فيلا خلصة يبقى ديه تعتبر deliverable خلصت مالعب التنس يلا نجيب مضربين ونلعب يبقى مالعب التنس ده deliverable بقى قدم قيمة معين المشروع لسه مخلص فدي فكرة او معنى كلمة deliverable من deliverable deliverable بتاعت المشروع خلصت فيلا وعايز تعملها موكب عشان الناس تتفرج عليها عشان تشتري برضو يبقى الفيلا اللي الموكب ديه بقت برضو deliverable اما بقى لو بتصب خلصتانة الاعمدة بتصب بسقف الدول التاني دي كده work packages فده الفرق بكلمة work package و deliverable طيب مين مين بيعمل ال WBS اللي بيعمل ال WBS في حقيقة التيم كل التيم بيشتغل في ال WBS فريق العمل لكن لو حد قالك هو مين ممكن يستفاد من ال work breakdown structure الاجابة هتبقى ال stakeholders كل المعنيين هيستفيدوا من موضوع ال work breakdown structure ده انا في الحقيقة كل الاجتماعات بتاعتي ترقيني حطة ال WBS بتاع المشروع في السلايدز الاولينية من اي presentation بعمله ليه؟ لانه بيخليني اعرف اتواصل مع الناس اللي انا بشتغل معهم بطريقة سهلة جدا بسرعة جدا نفهم المشروع ونفهم ايه المصطوب مننا ونفهم احنا عايزين نتكلم في النهاردة غير لما تدي واحد مسلا عقدة او كتاب فيه خمس تلاف صفحة وتقول له ايه خد ايه ايه افهم المشروع طبعا الموضوع بيبقى يعني شوية complicated مشاكده حد لما حد بيطلب مني شغل طبعا بشتغل مسلا في مشاريع قائمة بيجي حد يقول لي ان عايز اعمل كلام ما عايز اعمل مش عارف ايه عايزك تحليلي فعشان انا اعود اقربها عقد كامل وقعدت بقى الموضوع فعلا عايز وقتك بريجيت نقول لا بص قعد عملي الwork breakdown structure ااخد منك ساعة زمن ولا ساعتين زمن وبعته لي لاني بص خلاص ده في نص ساعة في ربع ساعة في عشر ديائل بتقرى المشروع كله بتقرى المشروع كله وتعرف عبارة عن ايه لو انت عندك work breakdown structure طيب ليه بقى ليه محتاج الwork breakdown structure اكيد طبعا خدنا بنا من قيمته اول حاجة زي ما اتفقنا الwork breakdown structure ده يعتبر وسيلة communication لاجزاء المشروع بيبدأ يعبر عن المشروع بشكل بسيط بشكل graphical بشكل قابل للفهم السريع دي اول ميزة الميزة التانية بص بقى الميزة التانية الwork breakdown structure ده جماعة هيبقى هو البيز اللي هنشتغل عليها في التسعير اعنى ما بيجا سعر بصعر من خلال الwork breakdown structure بتاعي بيبقى هو الاساس في التسعير وزي ما هنشوف باردو ان شاء الله لو جالنا فرصة ان احنا بنعمل الميزانية وقاعدين بنعمل طبق للميزانية بنعملها عن طريق الwork breakdown structure فايزا الwork breakdown structure ديه مزايا كترة جدا وانا بعمل الريسك بطلع على الwork breakdown structure ببدأ احلل المشروع بتاعي عشان اطلع على المقاطر اللي ممكن تطعيط عرض لها من خلال الwork breakdown structure الwork breakdown structure بيعمل حاجة اسمها او بيسموها prevent scope creep بيمنع الانزلاق بيمنع ان انت تحيد عن الهدف بتاعك في المشاريع وبالتالي الwork breakdown structure ديه مزايا كترة جدا في حاجة بيسموها الwork breakdown structure numbering system الnumbering system ان انت تترقم الwork breakdown structure بتاعي تديره ترقيم يعني مثلا ده واحد ده 1.1 ده 1.1 1.1 1.1 1.2 1 وكذا فده طريقة الترقيم لكل مربع عندي في او كل element عندي في الwork breakdown structure بتاعي وبعدين في الاخر بيطلع عندي الwork breakdown structure اللي هو بيبقى انا كده عملت اول مصطرة عندي في المشروع اللي بنسميها scope baseline يبقى تاني كده عشان ما يبقاش انت تهت مني وبحنا كنا بنتكلم على مرحلة التخطيط كنا بنتكلم على ازاي ببني مصاطر ببني baseline المصاطر دي اللي هيئس بيها الشغل بعد كده من غير المصطرة دي محدش يتكلمني محدش يجي حاسبني حاسبني على ايه لو انت ما عندكش مصطرة وجاي تقولي الارض دي طولها غلط والله طب انت فين يا عام المصطرة مين قال ونقعد نتخانق ونجدل لا فيه مصطرة تعال ايه حاسبني فاذا اول مصطرة عندي هي مصطرة ال scope اللي بنسميها scope baseline اللي هي بيبقى فيها بقى ايه فيها ال work breakdown structure وفيها ال scope بتاعي تمام؟ طيب بص كده بقى تيبي سموها scope story كميل قوي هتعبر عن ال scope او قصة ال scope تعال كده عشان يعني تحس معي بقيمة علم ال scope management يعني علم يعني قيم جدا صراحة و بص كده معي لو انا حد قال لي ايه قال لي احنا عايزين نعمل مرجيحة عندنا في الجنينة افكروا ماشي يعني نعمل مرجيحة طيب بص بقى الصور دي هي طبعا حاجة فانية كده بس تخليك تشوف قدي ايه الميليسكوب ده مهم المرجيحة زي ما انتوا عارفين عبارة عن ايه عبارة عن لان نفترض انت جبت حد مش فاهم يعني ايه مرجيحة ف قال لك يعني ايه يا عم مرجيحة دي قلت له يا عم ده شايف الشجرة بتاعتنا دي هتجيب حبلين كده وتربط ما بينهم حاجة هو ده يا عم انه قال لك ايه ده ايه ده ايه مرجيحة بترقها بس كده طيب فراح الراجل عملك الصورة الاولانية اللي فوق دي انا مش عارف انتوا شايفين الماوس متحرك ولا ايه الصورة الاولانية دي المرجيحة عبارة عن حبلين وبينهم صورة التانية ايه الفرق بين الصورة الاولانية والصورة التانية تعالى بقى المصيبة الصورة التالتة مقاول بقى اللي هو ايه مقاول عم عبده عايز بقى ايه وفر قال لك يا عم مش المرجيحة دي اللي انت تقعد طيب يا عم ايه احجاب كويتشة عربية نص نقل مرمية تحت كبر السيدة عيشة وراح رابطها بحبل ورابطها في الشجرة وقال لك ايه طه ايه دي المرجيحة اللي انت هتقعد ايه طبعا تقعد تصوت بقى لا يا عم ده وتقعد تتخنق للصبح منا مين قال احنا ما كتبناش الاسكوب اللي يخليني اوجهه ان يعمل لي المرجيحة اللي هي المريحة اللي هي في الصورة رقم اثنين من فوق دي حلو كده طيب طب ده يا عم كويس تعال بقى اشوف بقى عم بقى مش عارف ايش عايز اقول اسماء اي اسم او مش عاجبك حط بقى في الصورة رقم اربعة دي ايه اللي حصل بقى الراجل مش فاهم اصلا الفونكشن اذا مهم جدا يا جماعة وانت بتكتب الاسكوب ان انت تحط الفونكشن الوظيفة اللي بيطلع ليها او بيحققها في مصايب وقضايا كتيرة جدا بسبب الصورة على فكرة في بالي انها مضحقة طبعا انت حاطين لان الصور دي حاجة كده فاني لكن في الاخر هي الكلام ده بتحقق في الطبيعة على حاجات مستوى عالي جدا لامثلة حقيقية بقى تلاقي ان المشروع اتعمل اللي اتعملت بتاعتك ما بتحقق لكش الفونكشن اللي انت عايزها يعني مثلا كان فيه مشروع في قضية مشهورة جدا في انجلترا حصلت بسبب ان المقاول ركب مسلا مواسير قط مواسير بملايين ملايين الجنات استرليني والمواسير دي طلعت المادة بتاعتها بتتحلل من الليكويد اللي هيمر فيها فالفونكشن ما تحققتش المشروع كله باص فاذا انت ممكن تبنلك ان الموضوع مضحك وموضوع ازاي يعني ايو ده فكرة مرجحة دي موضوع لكن في المشاريع الحقيقة بيحصل الكلام ده بيحصل ان انت تكتب الديليفرابلز بتاعتك وتكتب السكوب وتتناسى الفونكشن اللي انت هتبدأ تحققها في الآخر من كتابة هذا السكوب الكلام ده بقى حقققه مسلا وانت بتعمل مسلا حمام للديسيبل لاصحاب الاحتاجات الخاصة مسلا فالحمام ده اكيد لي فونكشن مختلفة او هيبقى بيتحرك بفونكشن مختلفة عن الحمام او ال WC العادي او وهكذا فاذا الفونكشن مهمة جدا وانت بتكتب السكوب تبقى عارف هتكتب السكوب ازاي بحيس ان هو يديك الفونكشن اللي انت عايز توصل لها طيب نيجي بقى للصورة اللي بعديها اللي هي مضحقة اكتر ان الراجل ايه قالك يا عم انت مداقل ايه قلت له يا عم انت بتعمل مرجحة غلط قالك طب فهمني يا عم المرجحة دي البتاع اللي انت علقتها في الشجرة دي لازم تتحرك تعمل تعمل تتمرجح قالك بقى السيدي كده الفكرة وقام بدأ يعمل ايه بدأ يعمل بدأ يعمل وبدأ يعمل يقطع الشجرة عشان يخلي المرجحة تعمل سويه وتمر من تحتها فبدأ يبوز الدنيا اكتر واكتر ما هي بايزة فده برضو حد بيحاول بقى يقص ويلزق ويحاول يعالج فبيخرب الدنيا اكتر ويوصل لنتاج بايزة فقالتالي برضو الدنيا فشلت معا طب ايه بقى السورة الاخيرة دي طبعا لو انتوا يعني كنتم موجودين قدامك كنت سألتكم السؤال ده وستبتكم تجاوبوا بس افكر فيها كده الصورة الاخيرة دي بتعبر عن ايه الصورة الاخيرة دي بتعبر عن هكترة جدا بتعبر عن ان المشروع فشل ونبقاش فيه مشروع ونبقاش فيه سكوب أسلا وشيلت بقى الشجر وشيلت كل حاجة الصورة الاخيرة دي بتعبر عن ان انت عملت المشروع بس ما فيش بتديك الصورة بتاعت المشروع بتديك aile حصل في الطبيعة هذا ممكن يعبر عنا فاذا المشروع عندنا جماعة عشان يتعمل صح لازم يتعمل سكوب صح يتكتب صح ويبدأ يتنفذ صح. فدي كده باختصار شديد جدا نبزة عن علم من احد العلوم اللي احنا بندرسها في علم المانجمنت وبنطبقها في علم المانجمنت احنا اخدنا development وimplementation فاكرين? development وimplementation. يبقى احنا بنبني العلم صح وننفذه صح عشان يدينا نتائج صح. طيب. اخش بعد كده على علم تاني علم تاني مهم جدا يبقى احنا كده اتكلمنا عن علم scope باختصار وطبعا انا بتكلم على plan الخطة لان انت برضو لما بتكلم الناس خطة على طول بيجي في دناغو برنامج زمني لكن الحقيقة لا الخطة اي حاجة بتخططها اسمها خطة اي حاجة بتخططها يعني scope لخطة زي ما شفنا كده. schedule لخطة التكلفة لها خطة. risk لخطة. contracts لها خطة. وهكذا. فاحنا لسه في مرحلة التخطيط وخططنا ليه scope وعملنا scope design مسترة scope اللي هنقص بيها scope بتاعي. لازم برضو اعمل ايه؟ اعمل schedule management اعمل خطة للبرنامج الزمني وابني فيها البرنامج الزمني بتاعي في المشروع. هل واو. طيب ايه هو البرنامج الزمني؟ البرنامج الزمني هو عبارة عن حاجتين. رئيسيتين. عبارة عن activities او tasks او مهام هتتنفز وهتتنفز امتى؟ ده كده بخصر شيء جدا. فانت عايز تديني المهام اللي انا هنفزها وتديني schedule يعني schedule يعني ايه زي نتيجة كده عايز تقولي هتتنفز امتى. طيب بما ان المشاريع بتبقى غالبا فيها activities كتير جدا. فعش يعملها بأي طريقة تقليدية. يعني لو هو الموضوع بسيط كنا عملناها لان انت اكيد انت كلكم كل الناس اللي بيسمعوني دلوقتي كلهم بيعملوا schedules لشغلهم. بيعملوا بطريقة بسيطة على الكالندر بتاعت ال outlook او على ورقة او على الموبايل. بيبقى سهلة. لان انت ما عندكش. لكن المشروع بيبقى في activities كتير جدا. يعني في مشاريع بتوصل لمئات الالاف من activities. فاكيد عايز طريقة غير تقليدية لعمل schedule بتاعي. طيب. عشان نفهم بقى فكرة ال schedule. وفكرة البرنامج الزمني. وفكرة التكنيكس اللي بتستخدم. وفكرة ال prime الحديثة اللي بيسموها last planner. وإيه الفرق بينها وبين primavera و microsoft project. لازم نبدأ نفهم او نحس بهذا العلم اللي هو علم schedule management. عشان نحس بهذا العلم بصراحة انا هبدأ واشرح لكم حاجة كده. مهمة جدا بصراحة. وبصراحة فرقت كتير جدا مع الناس اللي انا شرحتها لهم قبل علم schedule. شكروني عليها جدا بيقولي بدأت تفرق معنا جدا في الشغل بتاعي. طيب. لو انا جيت وعملت ايه؟ جيت وقلتلك عشان تفهم علم schedule management من ده. عايزك معايا تعمل الاتي. ماشي؟ انا عايز بس اجيب ال white board. طيب عشان مضيعش الوقت بس. اه دلوقتي انا عايز اعمل ايه دلوقتي زي ما اتفانى؟ عايز اعمل اه او عايز اقولك على حاجة لأعلاقة بالtime management. فهنجيب ورقة او قلم ونعمل ايه انا اقولك عليه دلوقتي ده. اول اعمل حاجة اسمها brain dump يا جماعة. يعني ايه brain dump؟ يعني هتجيب ورقة وقلم وتبدأ تكتب فيها كل اللي انت بتفكر فيه. مش دلوقتي يعني. يعني بس خد معايا الخطوات دي تبدأ نفزها وهتدعيل ان شاء الله لو عملت الكلام ده. انا بعمله بقالي دلوقتي 10 سنة. او اكبر. من ساعة ما تعلمته يعني. بس كلام اللي بقولك ده مش اختراعه يعني ده حاجة حاجة لها قسس علمية كثيرة جدا. مهم. اول حاجة تعملها تعمل حاجة اسمها brain dump. ايه brain dump؟ ان انت تبدأ تجيب ورقة بعد ما نخلص المحاضرة النهاردة او بكرة او براحتك. انا بس حاجة تعملها فاصل عوقات. تكتب فيها كل اللي في دماغ. ايه هو اللي كل اللي في دماغك؟ اي حاجة. على short run او long run. على المستوى الشخصي او على المستوى المهني. يعني مثلا عايز تقول ايه؟ انا عايز ادريس management واخد professional certification في المانجمنت اكتب. انا عايز اودي بنتي بكرة تعمل سنانها. اكتب. انا عايز اروح عقص العربية بتاعتي. اكتب. انا عايز ان انا اشتغل في شركة كبيرة. اكتب كل اللي في دماغك. حلو كده؟ وممكن في الاول تبقى معصلك شوية العملية. بس قعد اكتب ويبدأ اطور الكتابة. لغاية ما تكتب كده ايه؟ صفحة صفحتين ثلاثة. اكتب اللي انت عايزه كله زي ما قلتلك كده على المستوى الشخصي او المستوى المهني. عايز اخلص التقرير اللي طالبه مني مديري. اكتب. عايز ازبط السيفي بتاعتي عشان الوظيفة اللي انا بحاول اقدم لها. اكتب. اكتب بس. اكتب ايه اللي انت عايز تعمله. وخلص الورقة دي دي او الخطوة. الخطوة التانية. الخطوة التانية يا جماعة. ان انت هتبدأ تعمل ايه? هتبدأ تعمل جدول. تعمل جدول. الجدول ده مكون من اربع مربعات زي كده. تمام? وهتبدأ في الجدول ده. تكتب الاتي. هتكتب هنا مهم. وهتكتب هنا غير مهم. وهتكتب هنا عاجل وهنا غير عاجل. امبورتانت نوت امبورتانت وارجنت ونوت ايرجنت. هلو كده? طيب. هتبدأ تعمل ايه بقى? هتبدأ تجيب الكلام اللي انت كتبته من شوية. الكلام اللي انت كتبته من شوية ده. اللي هو في البريندان. وتبدأ تاخده وتسقطه في المربعات بتاعته. ازاي? دي النقطة القطوة دي مهمة جدا. الخطوة دي مهمة جدا. يعني تبدأ تاخد الكلام اللي انت جبته من او كتبته هنا. وتبدأ تسقطه في المربع بتاعه المصبوط. تمام? فازاي تعمل الكلام ده. لو انت عندك حاجة مهم وعاجل هتكتبها في المربع رقم واحد. اللي هو مهم وعاجل. يعني المربع رقم واحد ده اللي هو ايه? مهم وعاجل. اللي هو اه امبورتانت وارجنت. والمربع رقم اتنين دوت. المربع رقم اتنين دوت. اللي هو نوت امبورتانت ونوت ارجنت. طيب وايه تاني? والمربع رقم تلاتة دوت. المربع رقم تلاتة. اللي هو امبورتانت بس نوت ارجنت. والمربع رقم رقم اربعة. هو هنا كان لا هنا سوري هنا كان آآ هنا كان نوت امبورتانت لكن مازال ارجنت. نوت امبورتانت بس ارجنت. هنا المربع رقم اربعة ده هو النات امبورتانت نوت ارجنت. حلو。 بص بقى. فيه ناس كتيرا يمكن يوقفوا عند النقطة ديت ولو كيفه وعند النقطة ديت ارمي كل اللي endpoint عملته ده في الزبالة. عشان بقى الكلام ده يبقى مفيد لازم تعمل معه الخطوة الأخيرة. يبقى الخطوة الأولى الخطوة الثانية سقطت الكلام في الجدول. تمام؟ بس هديك مثال برضو قبل ما أخش في المرحلة الأخيرة عشان بس يبقى الناس يعني يعني ما عملوش الكلام ده بكده ومشوفوش يعرفوا بيتعامل ازاي. يعني ايه مثلاً? important and urgent. important and urgent يعني مهم وعاجل. زي مثلاً ايه؟ انا عندي تقرير بيتقدم رئيس مجلس الإدارة بعد يومين. ده لو ما عملتوش هتفنش بالشغل يبقى important. وده بعد يومين يعني urgent يبقى ده كده important and urgent. عايز اعمل ااخد شهادة احترافية. important اه طبعاً important. بس urgent لا. ممكن يكون هنا. هو important but not urgent. ليه؟ لان انا مش بكرة عايز اقود الشهادة الاحترافية ديت ولا بعد بكرة ولا بعد اسبوع. وده مش وية ممكن شهور ممكن. فاذا هي important but not urgent. يبقى ده المربع رقم ثلاثة اللي هو حاجات مهمة بس مش مطلوب مني حالاً تتعمل. طب المربع رقم اتنين ده اللي هو not important but urgent. ايه ده في حاجة? not important but urgent اه. يعني انت ممكن مثلاً ان يكون ايه؟ عربيتك عايز تقسلها. تمام؟ غسيلة عربية نفسه حاجة مش مهمة لكن urgent منيش عايز تقسل من غيرها. فاذا هي ده فكرة not important and urgent. اما المربع رقم اربعة ده اللي هو not important but not urgent. اللي هو ولا مهم ولا عاجل. اللي هو مثلاً انا عايز اعود اتفرج على المسلسل بتاع مش عارف مين. ولا مهم ولا عاجل. الا لو انت شايف حاجة تانية. فاذا هتملل ايه؟ هتملل الاربع مربعات. طيب بعد ما عملت الكلام ده ده خطوة رقم اتنين. تاني يا جماعة الكلام ده مرتبط جداً بفهمك لعلم البلاننج. يعني من غير فهمك اللي انا بشرحه ده. علم البلاننج هيبقى مجرد كده حاجة تقليدية او حاجة روتنية في المشاريع. ومش تحس بالعمق بتاعه. والفوائد اللي احنا منطلحها من scheduling في المشاريع. وان احنا نعمل يعني المشاريع والكلام ده. وانت فاهم اللي انا بقوله دلوقتي ده. هيفرق معك كتير جداً. بس خليك تكمل معي. فدلوقتي احنا عندنا اول مرحلة brain dump. بالمرحلة التانية ملينا الجدول. المرحلة التالتة ايه بقى؟ المرحلة التالتة دي اهمى مرحلة يا جماعة. ليه بسميها الـ action. الـ action. ان انت نازم تعرف ان كل مربع من دول ليه وضع مختلف تماماً. وهو ده اللي الناس مش عارفاه. كل مربع من دول ليه action مختلف تماماً. وعشان كده احنا تعبنا وفصلناهم. هم كانوا موجودين في اللستة الاولانية دي وخلاص انا ليه تعبت وقسمتهم واحد واثنين. ليه؟ لان الـ action مختلف. وهو ده بقى اللعبة بقى. هو ده الاحترافية بقى. هو ده المعلمين بقى. تعالا بقى نشوف ازاي يتعامل مع كل مربع من دول. اول مربع ده اللي هو important to urgent. اكتب معي كده. المربع ده. The action is do it now. ارمي بقى كل اللي في ايديك وارمي كل هو ده اللي بتعامل دلوقتي. تمام؟ انت كنت متلاغبط. وعندك حق كتيرة. ده انا عندي كذا. وعند التقرير. وعند الشهادة. وعند المحاضرة. وعند مش عارب ايه. وعند عايزة اجيب ايه. اودي البنتي فين واجيب. كل الكلام ده كان في دماغك. خلاص بقى دلوقتي بقى تركز. لا ارمي بقى كله. ابدأ اعمل اي حاجة في المربع البورتواني ده. هتبدأ ايه؟ تعملها دلوقتي. do it now. do it now. طيب. ده كده خلصنا منه. طيب. المربع رقم اتنين اللي هو not important but urgent. not important but urgent. اعمل في ايه ده؟ اه هنا بقى لازم يا معلم تتعلم علم. مهم جدا علم. تقرأ في كتب. وتقرأ في حاجات جميلة جدا كتوبة فيه. اسمه علم. الديليجيشن. الديليجيشن. لازم تتعلم تعمل مفيش قائد مش فاهم يعني ايه دليجيشن. مفيش مدير مش فاهم يعني ايه دليجيشن. ايه دليجيشن؟ يعني طالما الحاجة not important. يبقى ديها لحد دين يعملها. مش لازم ما انا اللي اعملها. تمام؟ يعني مثلا عربية بتاعتك عايزة تتنال. مش لازم انت تروح تخسيرها. ما تجيب يا عم حد تديله تفر عشر ولا عشرين ولا خمسين ولا وتفر. ويروح يخسلها لك. عشان توفر وقتك لحاجة اثمن حاجة اهم. دي حاجة برضو ان شاء الله لو يعني جات فرصة في المستقبل اشرحها لكم. حاجة بيسموها ال hourly rate price. انت لازم يا جماعة كل واحد فينا. يبقى عارف ساعته تسوى كام. ساعته تسوى كام. عشان يقدر يعمل الكلام اللي بقوله ده بشكل professional. يعني في الاس كرة جدا بتضيع وقتها. ومش عارف ان هو يعني ما حد يقول لك ايه بص يا عم الملقائد ده بينظف البتاع. بص قد ايه انا اقول لك ده رجل ده مش فهم اي حاجة في الادارة ولا في القيادة على فكرة. تقول لي ازاي وده ينزل بييده يخسل ويمسح يقول لك يا ابني مش فهم حاجة انا بقول لك مش فهم اي حاجة في اللي. لانه ده ساعته ده ساعته ده تمن كبير جدا. ما هو اي حد يقدر ينظف واي حد ممكن يخسل. لا جيب حد يخسل وانت الساعة بتاعتك دي استثمرها في حاجة برضو للناس. لو انت عايز تخدم الناس بس اخدمهم بحاجة تسوى الساعة بتاعتك. تمام? الا بقى لو انت بتعمل الكلام ده بغرض يعني حاجة تانية ده موضوع تانية. لكن لو بنتكلم بغرض البروفيشناليتي. لا طبعا مش حاجة اسمها كده. انت ليك ساعة لها تمن ولازم تستغل ساعتك بالتمن بتاعها. ولو مش هتستغلها بالتمن بتاعها. جيب حد يعمل الحاجة ديت بالتمن بتاعها. زي مسلا يروح يفسر لك العربية. يروح يشعرف ايه. آآ ينضف لك بيتك. آآ وهكذا. ازا مش كل حاجة لازم لازم تتعلم ازاي تعمل تمام? طيب. طبعا الدليجيشن دي لها اصول. لها اصول برضو مش عايزة يعني يعني ضع وقت فيها حاول تقرأ انا هتقال ليها اصول. تمام? من ضمن اصول الديليجيشن. مثلا يقول لك ايه? when you are delegating. you are keeping the responsibility. you are keeping the responsibility. او سعب يسموها accountability. يعني انت مسؤول على النتائج بتاعتها. مش بترمي الحاجة وخلاص. انت مسؤول على النتائج بتاعتها. فلازم ما تريد تعمل دليجيشن. تبع عارف هتعمل دليجيشن مين? وازاي تعمل فلو قبل اللي بتعمله دليجيشن وهكذا. تمام? فده كده مربع رقم اثنين. طيب. مربع رقم ثلاثة. مربع رقم ثلاثة ده صنف على انه اه نقوله كده باللون الاحمر. صنف على انه اخطر مربع في المربعات دي كلها. ليه بقى اخطر مربع? هقول لك دلوقتي. المربع رقم ثلاثة اللي هو ايه? اللي هو important but not urgent. important but not urgent. اللي بيحصل في مربع رقم ثلاثة ده. اللي بيحصل في مربع رقم ثلاثة ان انت بيحصل لاي حد او عند اي حد في صفة مشهورة جدا اسمها صفة التسويف. ايه صفة التسويف? ان انت طيب يا عم دي لسه بكرة. طب خليها البعدو طب خليها الاول السنة جديدة. فبا كسف. بيبدأ الشخص يسوف الكلام اللي موجود في مربع رقم ثلاثة ده لغاية ما يحصل ايه بقى? يحصل حاجة غريبة جدا. يحصل ان مربع رقم ثلاثة ده يخش في مربع رقم واحد. يعني الحاجات اللي في مربع رقم ثلاثة تروح مربع رقم واحد. يقول لك يا عم سهلة ولا خطير ولا حاجة. يقول له ازاي? يقول لي لما خشك مربع واحد ده يتناو بقى. اقول له ايوة تعالى بقى معايا معلم. اما بيخش في مربع رقم واحد بيخش في وقت بيبقاش عندك فرصة انها تعمله. فاكرين لما قلت لكم the train lifts the station هو بقى. the train lifts the station خلاص. خضي الامر وما عندكش وقت ان انت تنفزه. وبالتالي انا عايز ا الحق المربع ده قبل مربع رقم ثلاثة قبل ما يخش عندي في مربع رقم واحد. فاذا نعمل ايه بقى? عشان كده قال لك مربع رقم ثلاثة ده هو بقى هنا ده plan plan for it. حلوة. يبقى انت هنا منعك ان انت تقع في مشكلة رقم واحد دي ان انت دوية اتناو دوية اتناو وما عندكش وقت وما عندكش وتلاقي الوضع ايه? بازمن. لا. انا هخطط لكل حاجة عندي في المربع رقم ثلاثة من دوية اه مش هعملها دلوقتي. بقى لكش عملها ما انت عندك وقت. يعني مثلا اي حاجة في مربع رقم ثلاثة عندك وقت. ثلاث شهور سنة اسبوعين. فيش مشكلة ما تعملهاش دلوقتي. لانها لسه مش مربع رقم واحد. بس plan for it from now. خطط لها من دلوقتي. قول انا خلال الاسبوعين دول هعمل ايه? كل يوم هعمل ايه? خلال الشهرين دول هعمل ايه? خلال السنتين دول هعمل ايه? وإلا هيجي السنتين يعدوا وتلاقي نفسك ما عملش حاجة. محلك سر. فاذا اي حاجة في مربع رقم ثلاثة بهابتو plan for it now. طيب. ديجي بقى المربع رقم اربعة اللي بيزعى الناس كتير جدا. الخبرة مش انا طبعا. الخبرة بيقولك ايه يا مربع رقم اربعة? بيقولك don't do it. تعملوش اصلا. ارمي اللي فيك الزبالة. على الرغم بقى اللي بيحصل ايه? الناس اللي ما يعني ما فيش تفكير بالطريقة ديت اصلا بيحصل ايه? بيحصل ان هو ماشي بالعكس. ان هو تلاقيه قاعد يشتغل هنا اكتر حاجة. تمام? يعني اديك مساء. تلاقي واحد في دماغه قاعد دلوقتي يقولك انا عندي التقرير بتاع المدير. وعندي الكورس مش عارف بتاع ايه? وعندي ان انا مش عارف اصلح ايه? وعندي ان انا اعمل ايه? ينهر بيض وعندي هدفع عقصة ايه? ولازم اخلص ايه? تلاقيه بقى قاعد دي كل الهم اللي قاعد يرسه في دماغه ده قالك ايه? طب خلاص يا عما ننزل بقاعد مع اوه مع اصحابي الاول اتفرج على المسلسل. وبعدين بيشوف اعمل ايه? تلاقيه تلاقي نفسك بدأت ضيع وقتك في حاجات ملاش تازمة وتبدأ تعيد ترتيب اولياتك بشكل غلط خالص تقريبا بالعكس. حلو? طيب. ايه اللاقت ده بقى بالبلاننج والسكاجولين? ما هو ده البلاننج والسكاجولين? انا بعمل كده في المشروع. انا بقى سهلتها لك بالمثال ده. اللي بيحصل في المشروع يا جماعة المشروعك بتاعتك هي مليانة حاجات برضو وحاجات وحاجات بيبقى وجوجها وافكذا. كل الاربع مربعات دول موجودة فلو انت مفهمتش فكرة الترتيب الاولويات على المثال الصغير forbidden مش تعب طبيعة على مشاريع. او مش تعب طبيعة صحة على المشاريع. لازم تفهمها عالمنظور الصغير الاول. لازم تحس ان في حاجات اولى من حاجات. لازم تحس ان في حاجات مفروض تعمل لها Dubication وتركز بحاجات تانية. لازم تتعلم ان في حاجات ارميها في الزبالة مهما الناس ضغطت عليه. لازم تتعود ان انت في حاجات لازم تخطط لها. ما تسباش كده لغاية وقت تتزنقه وابدأ افكر وهكسب. اذا الفكر اللي انا شرحته الوقتي ده في عشر دقايق او ربع ساعة هو ده اللي هيخليك تطبق علم المانجمنت او علم بالزبط بشكل مختلف. ارجع بقى تاني لعلم المانجمنت. علم احنا قدامنا ربع ساعة ان شاء الله كمان يعني عشر دقايق كده اوقف عشان نشوف الاسئلة. فعلم بقى الاسكاجول مانجمنت هو العلم اللي انا هبني به الفكر اللي انا كنت مشرحه من شوية. طيب بنعمل ايه بقى عشان نعمل الاسكاجول مانجمنت بنعمل حاجة بسطة بنعمل برنامج زامن. برنامج زامن. ازاي بيتعمل البرنامج الزامنة ده. البرنامج الزامنة ده اول حاجة ببدأ اعمل حاجة بيسموها الاكتيفتي ليستنج. الاكتيفتي ليستنج ده ان انت تبدأ تحط كل الاكتيفتيز او التاسكز اللي انت هتعملها في المشروع. عايز اعمل حفر وعايز اعمل ردم وعايز اصب مش عارف ايه وعايز اعمل نجارة وحدادة وصب ومعالجة الناس بتوع الخرصانة وعايز اعمل system design وsystem development وsystem analysis للناس بتوع الاي تي وبروغرامنج ومش بروغرامنج وكواليتي. كل الكلام ده بتحطه في لستة. هتقولك ايه عم ده? انت لسه من شوية بتقول ان في مشاريع فيها مئات الالاف من التاسكز دي. اقولك اه. طب انا بقى اعود اعمل الكلام ده ازاي? ده صعب قوي. اقولك لا. هو سهل جدا. لا وعملت بالطريقة اللي هقولك عليها دلوقتي. ايه الطريقة دي? الطريقة دي بنسميها rolling wave planning. rolling wave planning. ان انت قريدي كان عندك الwork breakdown structure اللي هو ده. صح? تمام. لو انت مسكت كل work package عندك في المشروعة وبدأت تقول انا هعملها ازاي? انت خلصت البرنامج الزمني بتاعك بكل سلاسة وبكل بساطة. يعني مثلا لو عندك خرصانة بورك باكش يقول خرصانة مسلحة للأساسات. او هتصب بالأساسات. فدي جي تفكر. هو ايه الاكتيفيتز اللي انا محتاجة عشان اعمل أساسات? محتاج نجارة وحدادة وصب معالجة وفك شدة. ايه? activity list بتاعك. خبام? فاذا لو انت عندك بورك breakdown structure وده مفروض يبقى عندك زي ما اتفقنا. يبقى بسهولة جدا ممكن تعمل activity list. طيب. دي الطريقة اللي انت بتشتغل بها الاول مرة. يعني اول مرة بتبدأ تعمل برنامج زمني بتعمل بطريقة دي. تمام? او بتعمل مشروع لاول مرة برضو بتشتغل بالطريقة دي. او بتعمل مشروع فيه حاجات يونيك برضو لازم تتعلم البيزيكس دي. لان مهما كنت محترف اكيد هتلجأ للطريقة التقليدية دي في بعض الاحياء. ما ليه الطريقة بقى اللي هي مش تقليدية? الطريقة اللي مش تقليدية ان احنا بنعمل اي? احنا بنجيب activity listing من مشاريع مشابهة ونعمل لها tailoring ونعمل لها customization. هو ده اللي بنعمله. انا ما تيجي مثلا تقول لي وليد انا عندي tower ميت دور وعايزك تعمل لي برنامج زمني. ما بيقعدش بقى اقعد اتفكر واقول لك الماكتش والاكتش. لا طبعا مش اخلص. اقعد سنة. كنت بتديني اي برنامج زمني? انا في خلال 3-4 طيان بدي اقولك بديك برنامج ازاي? لان انا بشتغل عن طريق التمبلتز. عندي اوالب جهزة فيها الشغل اللي انا او الاكتيبيتز اللي انا عايزة احطها. كمام? بدي كده اسمها الاكتيبيتي لستنج بتاعتي. طيب. وانت بتحط الاكتيبيتي لستنجز حط لها الاتريبيوتز بتاعتها. احط لها الخصائص تاعتها. خلي البرنامج الزمن بتاعك يبقى قاعدة بيانات. الناس كلها دي لك وهي محتاجة اي داتا. مهم اول الكلام ده. يعني اي اتريبيوتز? يعني اي معلومة دي علاقة بالاكتيبيتز. اي معلومة زي ايه? الاكتيبيتز دي مين اللي هيعملها? فقاني منطقة في المشروع. ايه الماتيريال اللي انا محتاجها للاكتيبيتز دي. دي كلها اسمها اتريبيوز. طيب. عندي كمان لكل اكتيبيتي عندي حاجة اسمها استيمت ريسورس. ايه الريسورس اللي انا محتاجها? من باور ماتيريال. انا بحب احطوهم كده عشان سهولة التذكر. انا بسميهم الثري امز. المان باور والماتيريال والماتيريال. هم دول غالبا معظم الريسورس اللي انا محتاجها في اي مشروع. محتاج مان باور مع عمالة. ومشرفين ومهندسين وواتفر يعني مشروعك. محتاج ايه? محتاج خمات اسمنت زلط رامل الحديد. محتاج محتاج ساب كونتراكتورز. طب ليه حطيت الساب كونتراكتور لوحدها? لان انا لو عندي ساب كونتراكتور ماسك شغل من ضمن الشغل اللي عندي في المشروع. لو انا مين كونتراكتور مسلا. وعندي مقاول باطن. انا مش محتاج اعمل مانجمنت او مايكرو مانجمنت عجوزية ديت يا جماعة. ودي من الاخطاء اللي الناس بتعملها. لا انت مش محتاج. والمقاول ده الساب كونتراكتور ده هو اللي هيعمل مايكرو مانجمنت على شغله. انا مش هعمل. انا حط بس ساب كونتراكتور. يعني بمعنى صح. لو انت جايب مقاول خلصنات في المشروع بتاعك. ما تحطش هنا بقى اسمنت وزلط ولا خالص. حط بس مقاول الباطن. وهو مقاول الباطن ده بتاع الخلصنات هو اللي هيعمل لك الشغل ده. بتعملوش انت. طيب. بعد كده بنعمل ايه? بعد كده بنعمل حاجة اسمها estimate duration. estimate duration. بنبدأ نطلع هو النشاط ده او التاسك ده. محتاج وقت قد ايه عشان يخلص. طب اطلع الكلام ده ازاي بسهولة جدا. في معادلة بساطة جدا. المعدلة دي بتقول لك ايه? بتقول لك duration بتساوي الكمية على معدل الاداء في number of resources. تاني المعدلة بتقول لك ان duration الوقت اللازم لاتمام اي نشاط عندي في المشروع يساوي كمية الشغل اللي فيه على معدل الاداء في عدد الريسورس. يعني ايه? يعني مثلا احفر حتة ارض. هحفر كم متر مكعب احصر اعمل حصر للارض. هلاقي مثلا طول في عرض في ارتفاع او في عمر. تديني مثلا عشر تلاف متر مكعب راملة مثلا. يبقى دي كمية. دي الكوانتيتي. طب انا هحفر بايه? بلوادر. طب معدل اللودر في الحفر قد ايه? مثلا اللودر بيحفر كام متر مكعب في اليوم. على حسب طبعا نوع الراملة او نوع الصخرة او نوع الحاجة اللي هيعملها. وبتشوف كده المعدل الاداء بتاعه عامل ازاي? وعندي كام اللودر اتنين. طيب انت بتقسم عشر تلاف على مثلا خمسين متر مكعب على عشر لوادر يديك الديوريشن اللي محتاجها عشان تحفر حتة الارض دي. فده كده طريقة حساب الديوريشن. فوجود الاكتيفتي لست والديوريشن ده هيبقى الاساس ان انت تبدأ تدخل المعلومات للبرمافيرا. يا فضلك بس معلومة بسيطة بس واحدة. اللي هي ايه? اللي هي ان انت تبدأ تعمل سيكوانسنج للاكتيفتيز. تعمل لوجيك للاكتيفتيز. تقول مين هيبدأ بعد مين? ومين هيبدأ او يخلص بعد مين? وده ان شاء الله هكلمكو عليها المحاضرة الجاية مع التسعير ومع الريسك لو لقينا الوقت مناسب. فقف عند النقطة ديت. وابدأ نستقبل الاسئلة ان شاء الله البدايتكو. كل مرة الجاية نكمل ان شاء الله. مش مهندس عمر. شكرا بنسوليد. عام حاضرة ممتعة جدا. شكرا. اه سيد ان احراراتكو لو في اي حد عن سؤال يا مين ريز هند. عشان اه. عشان المنسوليد يعني يربطها على المساقيلة كلها ان شاء الله. قبل ما نخرج. وهيتمنش الجوجل فورم دلوقت عشان الناس تسجل. اه. عشان اشاهدات ان شاء الله في اخر الكورس. اه مهندس احمد استيخي تفضل الفضل ماذا نصحك الله أعطيك العافية مرة ثانية أستاذ وليد شكرا الله يسلمك يا سيدي ودعينا لك من دون لسا ما نطب الماتريكس شيء جميل طيب أنا كان عندي هلا سؤال من آخر ستايد الموجودة أوقات وهذا أكتر شيء نطبق بحتي هلا خاصة بالسوق الألمانية لحنا أكتر برامج يستخدم اكتر من المنطقة العربية المعروفة عنا بالمنطقة العربية وعنا أكتر بيبدوا أو بيبدلوا الترتيب يعني لحنا بيشتغلوا على إلى ثلاثة قبل اثنين يعني بحطوا عندهم الـ أني فيه جداول بتعطي الوقت عن طريق الكملية ومعدد أداء بعد أخذوا عطب بيعملوا الـ الـ هو يعني أين علاقة بالسوفتوير المستخدم بـ بس متل ما انت هلا اتخطرت واجهنا كثير مشاكل بهالـ الـ أو الـ نفسه ايشو تعليقك أو او ايشو خبرتك من السوق اللي بسعمل بإنجلترا أو من المفادي والله اذا خارنها بالمساعة العربية أنا برضو ما فهمتش السؤال بالزبط بصراحة يعني ممكن تستغلي بقى السؤال أنا فهمت اللي انت عايس أقوله بس السؤال بقى إيه السؤال انه مشان تفادي هيكة تفادي هيك غلط مرتبط بالـ بالسوفتوير المستخدم ايشو أفضل نصيحة او ايشو ايشو واحد شلون خرج واحد يتفاديها لهالـ لهالـ المنقول هالـ الـ 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 يعني هي الشغلة عبارة عن الـ لا ما نعلم أنا مش نبقى اصلا نجي مشكلة أساسا ما هو احنا بنشتغل بالـ بنشتغل بـ بنشتغل بالـ مفيش مشكلة هي الفكرة بس ان الـ كلها تبقى محطوطة صح يعني انت لما تعمل الـ بروسس بتاعتك الـ أو حتى الـ في الاخر طول لو الطول دي اتحطت صح مع الميكانيزم اللي انت شغال بيه مفيش مشكلة إلا لو وجهك مشكلة بنبدأ نقولك اه المشكلة دي حصلت عشان الـ الطول دي ليها معينة عشان كده ممكن ما خبلك نعم يعني انا بشوف المشكلة يعطيك العافية اذا حددنا المشكلة المشكلة هون بالشفافية أو بالـ ترانسبرانسي يعني انا ما عم بشوف عندهم اشو فيه الـ يلي هو بنى علي جدول الزمني ها هي مشكلة الأساسية نعم كده تمام كده 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 فأنا على نفسي كاكلاين ما كنتش كنت بأخذ المقاول اقدم لي برنامج برميه في الزبالة ما ببصش فيه إلا لما يقدم لي مع البرنامج الزمني الـ 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 اللي هو بيحطي لي فيها كل المعايير اللي هو اتباحها في إخراج البرنامج الزمني بيحطي لي فيها الـ اللي اشتغل بيها ما هو جاب لي منين الـ خمس ايام والمعادلة دي مباش محطوطة حسابها وحسابها معناها لا انا عايزي يحطي لي بقى الـ اللي هو استخدمها وجابها منين يعني ألفها ولا هي دي النورمز اللي عنده في الشركة بتاعته ولا جابها من الموصوعة الفلانية ولا الموقع الفلاني أو أو وكذا فلازم يديني الـ لازم يديني الـ 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 اللي هو عمل بها لأن الـ أو يسمونها في بعض الشركات الـ هي اللي هتوارينه يشتغل إزاي وهتنعكس إزاي على عمل البرنامج الزمني اللي هو بناء فدي مهمة جدا إن شاء الله يعني أبعد لكم بيسموها على فكرة بعض الشركات عشان برضو تبقى يعني مصطلح 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 جدا في الأولاند جهز يعني يعني اكسون موبيل مستخدم مصطلح ده لكن في بعض الشركات بيسموها عشان برضو تبقى عارف المصطلحات المصطلحة جزاك الله خير شكرا تيضا عاديك العافية طيب بشمونتز أحمد عزة تفضل السلام عليكم شارفت بحضراتكم جدا ومشارك الله يعني شارحك هو الرائع كان عندي بس استفسار بسيط كده وستفسار بسيط يعني طبعا حضراتك تفيدني فيه بالنسبة للبلانينج جدا وعايز عام بريدفايز زي ما حضرتك وضحت بريدفايز بريدفايز اللي هي الصوات عن طريق اللي هو الغير مهم ومهم وعاجل أو غير عاجل في اي صفتوير ممكن حضرتك ترشحه ان احنا ممكن نستخدمه في هذا على المستوى الشخصي يعني؟ اه بص على المستوى الشخصي في حد وراني برنامج على الاندرويد على الموبايل بيعمل بالزبط اللي هو نفس الاندرويد اللي أنا كنت بعمله ده بس انا على الناس جبطيا انا يعني لغاية دلوقتي بعمله عن طريق برنامج على الايفون اسمه لست لست لونه أصفر كده وفيه انا لغاية وقت قريب كنت بعمل على ورقة كنت بجيب ورقة بيضة وبعمل فيها المربعات ديت وبعود ناونها بالهايلايتس وشغبط وخلي بانك لغاية بالورقة الشغبط خالص اروح جايب ورقة جديدة وكذا ممكن تعمل بالدول على الكمبيوتر بالإكسل وتطبعه كذا نسخة وتعود تملة فيه لان في الاول انا انصح ان انت تعملها على ورقة وتملةها بالقلم لغاية ما تبدأ تتعود عليها ابن تستخدم اي صفتوير يعني نحية الفكرة على ورقة تبقى مرهقة يعني لو انا مثلا هتحرك في اي مكان هيكون فيه صعوبة فكي صفتوير افضل معي على الموبايل او على النابل ما انا بقول لك الاندرويد فيه برنامج روعة يعني زي ما احنا كنا شغلين كده بالضبط حد وراهولي قبل كده مش فكر اسمه لو عملت سرشة تلاقيه لكن في الايفون اسمه لست لست تمام فالله اسميشنا انا عادر سرش عليه ان شاء الله فده اندرويد شكرا لحضرتك جدا نستخدم حضرتك كثير ربنا يوفاك ان شاء الله شكرا بش مستسليم سفضل السلام عليكم بصراحة يعني علم جزيل وعينها في فكرة جدا شكرا لحضرتك في الاندرويد وربنا يجهز المهندس عمر وربنا يقول لها يعني دايما ييفتونا يعني عاجلا كده انا بس ألحك بس على أنا عايز اخد الاندرويد اللي حاجة نصحني بيه ابدأ عشان اتجوز اندحانا ان شاء الله بص يعني لو مهندس عمر عملوا زي مكتبة كده للجروب او للمانجمينت ان شاء الله اضعلكم فيها مجموعة خطب قيمة جدا من ضمنها ملاقص انا كنت اعاملوا على البرينس 2 وعندي برضو كتاب كويس جدا عن البرينس 2 ممكن بسرعة كده وممكن نبقى برضو نرتب محاضرة او محاضرتين ندخلكم في البرينس 2 كمثوديولوجي بشكل سريع يعني ان شاء الله فانا اكلم معنص عمر على الموضوع ده وان شاء الله نتزل لكم الماتيريالز ده هل ترجحها أكثر او preventive لا طبعا هل ترجحها أكثر او preventive لا بي ام بي ام بي ام بي اترجحها أكثر وبالذات في العالم العربي نعم انا بتكلم انت ان الان بي ام بي كشركة اوسط لا يبقى ان الان بي ام بي هل تصبح عن الانسكار البنائنون الانسكارب النرتب هي مقونات انا شغال بلانينج بكسر انا ما باجى قاتل من الاسكادول للكلاينت او للكلاينت او للكلاينت بقوله ان انا عملت اخي البرنامج بانيته ازاي الاختصارات بتاعة الاكتف او اي دي البرنامج البرنامج المبنية على اساسي وبحطلت يعني اتشارس معينة لتوصف له البرنامج شايف لوين هل ده حركة هي دي هي دي هي دي قلت يل حركة صدفة هي دي اه هي دي اغلبب انتَ تبقي متكامله ومتكامله دي ممكن ابقى بغedلوكوا ايه الكلام جميع بطاعتها ايه الامتار¥ ماهو يوطر بتكون النصوليه أولايه ماهو يوطر من Original Report ماهو يوسط时间 ماهو يخضر من Original Report ماهو يوبطر الـ jul illustrat ماهو يوطر من agراض ماهو يبعل حيث تبقى إضافها؟ ماهو يابطر الـ stuff النصوليه التي تبقى بجل ليشعلها فيذ Saperes يا جميع ماهو يجعلها انت الريبورت نفسه لازم تقسمه الليفلز تمام برضو عامل زي الهيراركي كده يعني مسلا لو نيجي للداشبورت ما الداشبورت دي منتر الريبورت يعني النية بتدي الـ top management مجموعة من الـ data تيجي تنزل للـ senior management مثلا لابل تاني من الـ data فعلى حسب الريبورت ميلا يشوفه المنتر ده بيبدأ الـ component بتاعت تختلف فبرضو ان شاء الله يعني لو عملنا المكتبة بتاعت الـ group دي انا ازلكو templates لكل level اقولك مسلا لو انت عندك top management level وعايزين يشوفه بس ورقة واحدة ايه افضل منظر ممكن يشوفه ايه المكونات اللي ممكن يشوفه عايز يشوف مثلا الـ earned value عايز يشوف الـ progress عايز يشوف الـ delay عايز يشوف ال issues عايز يشوف وهكاسب لو انت نزلت الـ label تاني عايز يشوف وهكاسب لغاية ما عم تنزل انت عايز يشوف بقى الـ activities اللي متأخرها ومين اللي مأخرها وعند اي واحد في المشروع وهكاسب ان شاء الله نزللكو templates اللي الكلام ده شكرا 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 افوال دكتور ابرحيم تفضل سلام عليكم برحمن توليد سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم الله يبارك وشعاتك رب يا راق الله في عمرك وكازاكم الله في خير وإياكم وزاعدكم الله من فضل وعلمه امين الله يبارك فيك طبعا ان انا الحمدلله انا معي الـ B&B و B&O والـ R&B فماشاء الله عليك عني بحضرها عشان بس استزيد من العلم والواحد يعمل فلاش منتذب تاني النفس وكده فضل الله الله يباركي أنا كنت شغال برضو على ميجا بروجيكت كنت باستخدم في دامن المستودي جدي كلها كان معي برنامج طبعا من الكلاينت كان شرطه في العقد بي سي ام بول بروجرام كنترول مانجمينت تمام طبعا ده كان بيعمل لك كل الانترفيس ما بين كل اللي حضرت كلمتا عني النهاردة بلوضافة اللي بس هتكلم عني تمام فطبعا زي ما البشوهندس الاولان اللي سأل بخصوصة والبروجيكت والبروجرام وفيس وانتجريش ما بين البروجرام ده وات مع البرمبيرا مع برامج تانية بحيث ان انت برضو بتاخد كل البروجرس عشان توصل لطارقة اللي طبعا كان المشروع راج بروجيكت وغلوكت ليمت واربعة وعشرين ساعة شغالين مش بالنهارة بس تمام كان انت خالي حضرتك خلايا نحلة شغالة وموال كبير زي اكيد حضرت انت حضرتك من البروجيكت طبعا بالنسبة للبرامج الزمنية اللي مفروض نبقى كوليسترين عليها وانها لازم تبقى يعني بطار عليها المالك عن طريق الستيطس مواندسين احنا شاكونا والصف يا كلاينت ونبتدي وبس القول الصوت للاسف بيقطع أنا الصوت قطع عندي يا جماعة بس طبعا يعني انا بتكلم طبعا كحاجة ايديا بس انها كوست بلاه لان ما هيش برامج سهلة بلاها لايسنز لايسنز عشان عدد العشخاص اللي بيبقى اكسس عليها كمان اه يعني مش برنامج فري ولكن الهذا بيشترى بملايين كمان على بكرة برنامج ده اخبر ساعتك فاكيد يعني بحكم شغل ساعتكم ما شاء الله شركاتكم مشهورة ومعروفة ولها باعة كمية في السعودية عندنا هنا فاااا برضو كنت احتكد بيونفو بعض المشاريع الحراس الوطني برضو كانوا شغالين عن نفسكم كان سؤالي عليها مش سؤالي عن مريتس يعني يعني مناش يعني مش سؤالي المداخلة بتاعش مش سؤالي يعني مداخلة بس يعني اه تمام تمام واضحة تمام وعلى عموم البرنامج منزلة صوفتوير بقى لكام سنة هو ده يعني اللي شغل في المجال بتاع البرانينج والكوست كنترول والمانجمنت والكونتراكس لازم يبدأوا يقروا عنه اسمه يونيفاير فيونيفاير هو بصراحة هو ده الاتجاه الجديد اللي الدنيا رايحاله في المجال ده هو ممكن حاجة تبعت اللينك بتاعه بصراحة ديارة فيه اكيد اكيد انشاء الله بك الله الفخير و ما شاء الله عليك اجم برلو و ما شاء الله عليك بك الله عليك بك الله بك الله اسلامت اسلام مش مانس شكرا لكم بصراحة عبوة حضرتك ربانا اجزك خير يا رب الله يخليك كنت عايز اسأل حضرتك مش مانس انا كنت مازلت مدير مشروع قبل كده و كنت عندي مشكلة دايما في ان انا ازاي احسب البرجرز بتاعي هل احسبه بالوقت بالنسبة لوقت المشروع كله ولا بقصت بتاعي اللي انا نفسته بالنسبة لقصت المشروع كله يعني ايه بقصت البرجرز يعني هل يمكن اختالك خاصة البرجرز اللي بعد يزهرك يعني ان انا احيانا لما احسب بالقصت ان انا مثلا ممكن اورد المكان مثلا و بيكون المكان غالي جدا و ما بيخدش وقت توريده يعني يا دوب انا بعمل الاعتمادات السبتلس الابروفت الحاجات دي و باورد على طول و بيبقى مثلا مبلغ كبير كده ممكن يساوي 50% من المشروع بمقابل مثلا انك انت علشان تبني الغرفة بتاعته اللي هتنزل في المكان ده محتاج مثلا ممكن مدة كبيرة جدا فانا هنا هكذا بيقص بالقصت ولا هكذا بالقصت ولا هكذا بالوقت ده سوال طيب الاجابة قولا واحدا اللازم نقص بالوقت منقص بالقصت القصت بيدينا يعني مصطرة مضللة للبرجرز وهديك مثال بس سريع قوي كده عشان بس لو لاننا دايما بحب بدي الامثلة لان دايما بيحصلت كدال في الموضوع ده في الشركات وبتبقى انت بالذات لو انت بعندكش يعني خبرة كبيرة في الموضوع ممكن يعني تخش في جدال وتبقى متدايق ومش عارف تجاوب هاقولك تجاوب عن ناس بسرعة اللي بيقال بسرعة ده ازاي لو انت عندك فيلا بتبني فيلا والفيلا دي صاحبها بمزاجه كده عايز يعمل الفساد او الوجهات الخارجية من نوع معين من الرخام الغالي جدا تمام فالفيلا مسلا هتتكلف تلاتة مليون والفساد ده يتكلف تلاتة مليون لوحد هو الراجل عايز يجيب حاجة من اسبانيا كده مهم فدلوقتي تخيل انت كده خلصت الفيلا كلها كلها خلصت فاضل بس تعمل ايه الوجهة الخارجية وجي حد قالك والبروجرس كام لو انت بتحسب عكوس هتقوله خمسين في المية فاي حد هيسمع الكنان ده يضحك عليك خمسين في المية عام الفيلا خلصت فاضل بس الفساد فعشان كده البروجرس لما تقسم الكوز تتخطر كبير جدا وبيديك يعني فعشان كده ما بنيجي نقيس البروجرس لازم نقيسه بالمان اورس المان اورس عن طريق البروجرس عشان كده البروجرس لازم تكون عندك النورميس عندك جداول حادة تفعل البروجرس بتاعتك انت تشتغل بيها وبتطورها مع مع الشغل ومع العمالة بتاعتك عشان فعلا تخط حاجة فعلا معبرة تبدأ تقول لتلاتين في المية فعلا بتعبر عن تلاتين في المية شكرا حضرت كبير احمد عفو عفو لا معلومة تابعين وعليكم السلامة بشون سعيد الكوفيت تفضل السلام عليكم وعليكم السلامة تباركاته الحقيقة بشون سوليد مش لاقيين كلمات نعبر بيها عن المدى الشكر والاعجاب ونطبق ذلك للمولا عز وجل ان هو يتفقك ويجعل هذا العلم من أبواب العلم النافع في ميزان حسنتكم بإذن الله آمين يا رب ونشكر بأم أربية وبنشكر المهندس أمر وجزاهم الله كل خير ونشكر المهندس محمد أشرف القائم بالتنسيق ونرجو حاجتين أولا تنسيق أو ترتيب محاضرة كاملة بإذن الله بعد العيد تفصيلية بقى من محاضرتك في مجال البيئمي بي ثانيا نرجو ألقاء مزيد من الضوء على الموضوع التشكر أكيد إن شاء الله و ألف شكر مرة تانية عفوا شكرا والعفوة شكرا جزيلا مهندس سعيد التوفيق مهندس عمر تفضل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بشمانت السامر لعننا بس كذا سؤال لو حضرتك يسمح أول حاجة كمدير مشروع إزاي الواحد يطور نفسه كمدير مشروع وإزاي يأهل نفسه للعمل في مشاريع كبيرة أو مشاريع عالمية الحاجة التانية حضرتك شرحت قبل كده في المحاضرات السابقة اللازم مدير مشروع يكون على اطباع بمختلف الحاجات الجيدة اللي بتكون موجودة في السوم الموضوع ده فعلا الواحد بحاول يكون ولمي بيه بس يقابلنا مشكلة التشتت يعني انت بيكون عندك كذا حاجة اللي بين من فتحة وما عندك بتعمل مستر عندك برامج جيدة بتنزل فالموضوع بيكون في مجال الموضوع فيه تشتير كبير ايه المين بوينت الواحد المفقود يركز عليها بحيث فيها حاجة مخصوصة تشرح تمام طيب بالنسبة للتطوير ازاي تجهز نفسك للتعامل مع المشاريع الضخمة في الحقيقة فيها شقين فيها شق ان انت بتتطور فيه العلم بتاع ادارة المشروعات كعلم يعني بس فيه بصراحة شق تاني انا بصراحة يعني فكرت فيه قبل كده لقيته مش هينفع على الاسف نتجاه له هو حتة ان انت تبقى بتشتغل مع حد محترف وده اللي نفسي يعني الناس اللي عندها يعني خبرات وحاجات تتبنى الناس التانية نحنا تعلمنا كده انا الجيل بتاع اتعلم من الناس اللي هي اللي كانوا سبقونا في علما وخبرة وبدأ قولنا الكلام مهما زي ما اتفقنا زي مهما يعني انت طلقة العلم وطلقة يعني بيبقى طريقة تنفيذها لها برضو يعني يعني ليها خبرتها فده اللي انا بصراحة مش عارف في ازاي يعني فعلا يتعامل ويوصل للناس يعني احنا محاول توصل الناس العلم لكن بيبقى دايما فيه اللي انا بوصله لكن اللي انا عايز اقوله اللي هو حتت بقى اللي انا بدأت فيها هدية واللي مش موجودة الاسف ولا في البي ام اي ولا في البرينس اللي هو اللي هي الهي اني ازاي العلم داي يبقى محطوط بطريقة تنفيذية مايبقاش مجرد كتاب وعلم جامل يبقى ازاي بيتنفذ وده اللي لسه بدأتش فيها ولسه ما انا بس بديكم البيزيكس بتاعتو يعني لو جيت ان شاء الله فرصة اشرح لكم بروسس عمليا بنشتغل فيها ازاي وشكل الجداول بقى اللي بنملاها وشكل الميتنجز اللي بنعملها وبيتدوهر ازاي الكلام ده الموضوع ده هيقربك جدا شوية لكن برضو هيزال برضو حيثت بقى ان انت ما تيجي تطبقها لو انت تطبقتها لوحدك اكيد هتقابل شوية مشاكل غير لما تطبقها في اول مرة مثلا تحت اشراف مثلا حد فاهم الموضوع او حد عمل الموضوع او حد خبير في الموضوع فبس طبعا هي خطوة مهمة خطوة مهمة ان انت تطور نفسك فهذا الاتجاه انت تبدأ تدوس في حتة العلم المانجمند ده وتقرأ عنه وتفهم يعني الطرق التطبخية بتاعته زي ما انا ان شاء الله هبدأ اديكو شوية داتا و شوية حاجات ده اول سؤال السؤال التاني بقى بالنسبة ليه المجال نفسه زي ما اتفقنا ان زي ما انت كده بتقول انا عندي نجار انا هجيب نجار النجار ده بيجي ينشر الخشب بيجي مع سكينة معه من شار فاذا فيه طول الطول دي محطوطة عشان تعمل الادادات مش بس كده لو النجار معه منشار عادي ولا منشار كهرباء المنشار الكهرباء احسن واصرع و اقوى و اضاق كويوي فاذا يبقى احنا نطور نفسنا في معرفة الادوات انت المانجر برضو ليه ادوات زي ما اتفقنا زي المنشار كده بالظبط فيطور نفسه في الادوات اللي هيستخدمها و كل ما الادوات انت عرفت الادوات نفسها كل ما قدرت تطورها زي ما انا مثلا ايه واحد بيعمل سراميك وتشوف ركب و كلها مهرية لانه مش عارف ان فيه طول ممكن تلبسها و انت بطوات تتركب السراميك على الارض بتحميلك رجلك ركبك من ان هي تتبهدل كده فاذا لازم الاول تعرف ان فيه طول موجودة دي اول خطوة خطوة تانية تبدأ تعرف بقى ان التول دي تعمل ايه وبعد كده تبدأ تتعلمها الحتة اللي انا قلت لكم الاول فده النصيحة التانية يعني انت تبدأ تعرف والحاجة التالتة بقى ان انتوا حاولوا تابعوا المؤتمرات وفيه دلوقتي مؤتمرات بسبب الكورونا بقى انت تبقى اونلاين ممكن تحضر مؤتمر دلوقتي عن الخرصانة تكنولوجيا الخرصانة اونلاين تحضر مؤتمر عن احدث الوسائل العقود، الكليمز، الفيدك، الكلام ده كله يعني فبقى متاح دلوقتي بشكل جيد اونلاين تقدر تتابعوا وتقدر تتعرف على احدث ما وصل لي العلم في هذا المجال تاعم اخر سؤال انا ايسف بشو انسوليت اه تاضر تاضر بشو مستمرت حضر بشو مستمرت حضر بشو مستمرت حضر دي، انا مش فقط لايش ترجمة بالعربية طرى ايه الكلمة المعابلة بالعربية اول اها اممكن.. احيانا فعلا بس ناسئلة بترجمة دي Home لكنها شو حالك. اه هقولك معناها. معناها اه يعني مثلا ايه لما اقدرت مع حضرتك المعنى همتو اللي هو انا عندي فورمز وفيها داتا معينة مثلا ريكوردز وانا بجمعها في فورمة واحدة لابت بدي لي يعني اقدر مثلا استنتج منها احصائية معينة او اخد قرار او اول اخر فده لوجبا مش انا فاهم بس اقدر سان ايه طب خليني بقى يعني اذا ايه سؤال حلو يعني بصراحة خليني انا مش مش في زيني حاجة الحاجة الوحيدة اللي هي ما الانهاش او يعني دايما بسمعها كلمة لوجب يعني مش عارفتها العربي طيب ماشي دي حاجة. النقطة تانية برضو اه دلوقتي الماتريكس حركة دي متعانا بتعانا بتعانا اه يعني اعتقد كده من معلوماتي القديمة انه دي في السيلف مانجمنت. صح. صح جدا. اه بعمل امتا ديليجيشن و امتا بشتغل بنفسي كده لكن بروشيك مانجمنت اعتقد ان كل حاجة امبورتانت. يعني فيه كونتراكت محدد لسكوب وكل حاجة فيه فما فيش حاجة تعتبر مثلا امبورتانت او كده. اه اول حاجة الجملة الجوزة الاولية صحة مليون في المية ان الكلام ده موجود في السيلف مانجمنت وفي السيلف مانجمنت اه وطايم مانجمنت. اه وطايم مانجمنت. لكن انا شرحته ليه لان زي بتربطه بقى كفكر كفكر مع المشاريع فيها امبورتانت نوت امبورتانت فيها حاجات ارجن نوت ارجن. اه تحليلك للمواقف وللشغل بيبقى فيه حاجات كثيرة جدا نوت امبورتانت. ان احنا بنجي يتكلم كمانجرز. انا مبتكلمش بس على اكتيفة الصب خلاصانة. طبعا لو انت تكلم كده كله امبورتانت. انا بتكلم كشغلك كمانجر. انا كمانجر عندي اكتيفة عندي بشتغل مع الهومان بشتغل مع المقاولين بشتغل مع الستيكولدرز بشتغل مع حاجات كثيرة جدا ممكن بشتغل مع تبقى الاولويات بتاعتها مش لازم نوت امبورتانت يعني بس اولوياتها ممكن تكون مش يعني مش في اولوياتي او مش في الحاجات اللي انا مفروض اعملها. اتخليها دي دلوقتي مضيعش فيها وقت. يعني احيانا فعلا بتتقي نفسك كبروجيكت مانجر بتتاخد في حتة تضيع فيها وقتك وتبوز بها مشروعك. يعني ان شاء الله يبقى فيها فرص يعني نتكلم فيها على الموضوع دي احنا نعمل cost control system لأحد الشركات في قطر في الويلاند جاز. فما جينا نحلل كان فيها حاجات كثيرة جدا اكتشفناها. تابع جزء النوت امبورتانت ده. المديرين بيتضغط عليهم يعني يجي مثلا شركات البترول الكبيرة تضغط على المقاول عشان عايزها فتدى توجيهه لحاجات اللي هي نوت امبورتانت دي. اللي هي بتتوجه لها ليه بقى? لابن هو بالنسبة لنا لو انا بعمل حاجة مش فلسكوب بتاعي دي نوت امبورتانت. حتى لو هي في حقيقتها بس تلمش فلسكوب بتاعي هي نوت امبورتانت. عشان نخلص بها لكن فدي بتعمل يعني بتعمل حيود او بيسموها عن الهدف. فدي فكرة يعني لكن في الاخر احنا بنستخدم ده كفكر للسيلف امبروبمنت عشان امريجي نعمل بلاننج بقى للمشاريع. نحس بالموضوع بشكل غير التقليدي ان انا بحط رس حاجات على بعضها. طب وانا برده شاف حتى كان كاتب بان اللوج يعني وانا فيست ومعرفش هاد ده كده. يعني لو انت مهتم بالترجمة ممكن اشوف لك يعني يعني اقرب حاجة بس. من البقين كلهم يعني ايه مسلا بروسيديور دي اجراءات. فورمز نمازج. اللي هي الخريطة التسلسل اعمال مسلا. الريبورت ده التقرير. انها بحطة اللوج دي برضو يعني الوحيدة اللي ما لاناشك يعني مقابل. يعني هي ممكن يعني ملخص فهراسة يعني ممكن ممكن تي. يعني بس خليليني برضو ان ان شاء الله اعمل فيها سيرش وقولك بالصبط ممكن تترجم. اه ياريك.